مواهب تدريبية كبيرة في القرى المصرية ولكن نسبة المدربين الأجانب زادت بشكل واضح تكروا ليه؟ سبع مدربين أجانب في الدور المصري في الموسم الجديد أي ما يقرب من نسبة 40% ده غير مدربي المنتخب الأول والأولمبي هل هي كلة ثقة في المدرب المصري ولا تريح دماغ واستسهال ده في الوقت اللي بنقول فيه إن مدربين مصريين كتير وعدين من حيث الموهبة لكن التعليم مهم والرخص أهم وده اللي غايب عن أغلبية مدربينها زي ما إنك تشتغل بموهبتك بالتدريب ده خلص خلاص وانت موسيقى 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 يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ملحوظة هو ده اللي بدأنا بيه النهاردة ملحوظة بس لازم ناخد بالنا منها إن المدربين الأجانب بيزيدوا في الدور المصري سبع فرق في الدور المصري هتخش الموسم الجديد بمدربين أجانب من مجموعة 18 فريق في الدور الممتاز يعني تقريبا نسبة تقترب من ال40% من مدربي المسابقة الدور الممتاز ده غير طبعا في توريا وغير ميكالي في المنتخب الأولمبي مدربين أجانب كتير بصراحة يعني في سوق مفتوح ممكن تشوفها حاجة عادية ممكن تشوفها حاجة عادية بس إحنا كنا لسه من فترة قريبة بنقول إنه في مدربين وعايدين مصريين ومدربين جيدين والمفروض يبقوا ياخدوا مكان أحسن ولي نعتمد على المدرب الأجنبي ونعتمد على مدربيننا المصريين بس ده يخليك تفكر هل إحنا فعلا مدربيننا المصريين مؤهلين مؤهلين بشكل جيد وممتاز ولا مؤهلين بس مش بشكل جيد وممتاز ممكن يبقى عندهم نواقص نواقص في الدراسات نواقص في الرخص نواقص نواقص شفنا واحد من أفضل مدرب الدوري المصري في السنوات الأخيرة من أفضل مدرب الدوري المصري في السنوات الأخيرة كابتن علي ماهر كان موجود على الدكة في مباراة لفيوتشر في كونفيدراليا الأفريقية عشان معهوش الرخصة إيه لا ياخد رخص هو وكل المدربين على فكرة 99% من المدربين الدوري المصري معهوش الرخصة إيه عفوا كان موجود في المدرجات مش عبدك أنا آسف بس بتتكلم في المدربين في الدوري المصري معهوش الرخصة إيه كتير 90% أكتر من 90% كمان معهوش الرخصة إيه ده ما ينفعش ده ما ينفعش لمستوى الدوري ومستوى المدربين بتاعنا بيكبر طول الوقت هنتكلم كتير عن هذا الأمر في حلقات قادمة هل إحنا مدربيننا عندهم مشاكل فنية عندهم مشاكل في الرخص مشاكل في التعليم أو زيادة التعليم كلمة تعليم التدريب يعني عندهم حاجات أو عندهم نواقص نعرف ونشوف ونفهم ونتطورهم عشان نحب إن المدرب المصري مش بس يبقى ورقة مهمة جداً في الدوري المصري على أقل يبقى ورقة مهمة في الدوريات العربية أكبر شوية يبقى ورقة مهمة في الدوريات الأفريقية وللأ يبقى موجود في دوريات عالمية نشتغل على ده نشتغل على ده زي ما احنا بنقول دايما احنا عندنا مشكلة في تصدير اللاعبين لأوروبا أو للخارج عايزين نصدر كمان مدربين للخارج زمان كان المدرب المصري في المنطقة العربية تحديدا كان مطلوب طول الوقت طول الوقت دلوقتي النسبة قليلة جدا النسبة قليلة جدا اللي بتطلع في الوطن العربي وفي فرق عربية كبتري مصطفى على فكرة على الشيء بشيء أسكر يعني عمل شغل عظيم جدا في المغرب عمل أداء رائع جدا بما أن زكارة المدربين المصريين الموجودين في الوطن العربي فعمل شغل محترم جدا في الدوري المغربي نروح لأخبارنا وهنخش في أخبارنا سريع عشان معنا ضيف في منتهى الأهمية النهاردة ومعنا شباب رأينا هنلعب معهم النهاردة شوية تلعبوا في الكرة حلوة ضيفنا النهاردة يكون في الفقرة التانية بإذن الله كابتن الكبير كابتن سامي الشيشيني نروح للأخبار روي فيتوريا رفض الحديث تماما عن أزمة رباعي الزمالك إمام عشور وزيزو والوينش وفتوح ومشاركتهم أمام إليكت شادي يوم الحد اللي جاي بإذن الله تعرفين مباراة إليكت مباراة العودة هتكون بين مبارتين والدياتين المنتخب مصر هل هينتقلوا أو هيلعبوا مع الزمالك في النص وقال لأ ده لسه ما حسمش الأمر فيه روي فيتوريا وقال استنوا لما بعد مباراة النيجر وبعد كده أقول لكم قراري هل لعيمي نادي الزمالك هم من حق المنتخب الوطني في الفترة حالية طبعا دي أجندة دولية وفيتوريا من حقه يقول لأ بس أتصور أتصور يعني أن الأمور هتمشي الأمور هتمشي بين الزمالك اللي يهموا مصلحة منتخب مصر ومنتخب مصر اللي يهموا أيضا الزمالك ممثل مصر فيها البطولة الأفريقية فأعتقد الأمور هتمشي بشكل ودي زكي دون أي أزمات أو مشاكل ده بالنسبة لروي فيتوريا وعمل حسين في خبر مرتبط بمعسكر منتخبنا الوطني عامل حسين رفض طلب من وفد سياحي ألماني موجود في فندق إقامة المنتخب إن هم هيتصوروا مع لعيبة المنتخب وقال لهم إن المنتخب بيركز فيه المعسكر ومش حابب يحصل أي اختلاط لقدر الله بسبب تعرفين الأمراض وخلافه فقال إنه اللعيبة مركزة واحترم أو تعامل باحترام مع الوفد السياحي الألماني نروح ليه أخبار النادي الأهلي ومصدر في النادي الأهلي قال لنا فيه رقم عشرة إنه اللاعب الجديد هم نتكلم على برونو سافيو حتى هذه اللحظة لسه ما خدش المقدم التعاقد بتاعه لسه ما خدش المقدم التعاقد بتاعه وتقال إنه اللاعب كان مصاب بإجهاد في الفترة الماضية هو فعلا كان عنده إجهاد وشرحت لحضراتكم ليه كان عنده إجهاد الإجهاد اللي كان عنده كان بسبب إنه قريدي كان بيلعب مع فريقه وكان قضى معهم معسكر إعداد ولعب معهم مباريات فجيه اتحط تحت حمل تدريبي كبير زي لعيبة النادي الأهلي والمدرب مارسل كولر قال إنه ما كانش المفروض يحصل له ونام الجهاز المعاون إنه ما قالوش إن اللاعب كان في مرحلة إعداد أو مباريات سابقة بس في حاجة تانية عن سافيو حضراتكم لازم تعرفوها وده مصدر في النادي الأهلي قال لنا في رقم عشر إنه اللاعب برضو كان عنده مشكلتين ممكن يبقوا فرعيتين بس أكيد أثروا عليه أول حاجة هي تغيير مواعيد النوم تعرفين الأمور عندنا غير موجودة في بوليفيا فالأمور كانت صعبة شوية في النوم وساعات النوم وساعة البيولوجية فكان فيه لغبطة شوية في موضوع النوم بتاعه كان عنده مشكلة كمان في الأكل ونوع الأطعمة اللي بيأكلها في مصر فكل الأمور ديت النظام المعيشي اللي كان بيعيشوا سافيو بر مصر مختلف عن اللي موجود في مصر فده لغبطه شوية بس قالوا إنه كان ده على لسان النادي الأهلي إنه اللاعب هيخش سريعا في التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة ومعندوش أي إصابة لقدة الله وممكن تعطله إنه يخش المعسكر ويندمج فيه طيب كانت تسميكم صان عمل جلسة مع أكرم توفيق بعد مباراة بيتروجيت الودية النهاردة المباراة اللي كسبها النهاردة الأهلي بخمس أهداف شارك فيها شدي حسين وسجل هدف شارك فيها كهرباء في الشوت التاني شارك فيها أكرم توفيق في الشوت التاني بأكمله كابتن سامي قمسان حذر شارك حسين بالمنازل سجل هدف من الأهداف الجميلة أصحيح المباراة ما كانت شي مزاعة بس كيل إنه الهدف كان هدف جميل حلو إنه يبدأ أول مباراة مع النادي الأهلي بهدف حسام حسين كمان سجل ورامي ربيعة سجل من ضربة جزاء خلاص بقى متخصص رامي ربيعة في ضربات الجزاء أحمد عبدالقادر كمان سجل وعمر السلية العائد من راحة سلبية سجل هدف وشادي حسين اختتم أهداف هذه المباراة الكلام كان بين الكابتن سامي قمسان وأكرم توفيق لما شافوا لعب الشوت التاني قال له هدى اهدى داخل بمنتهى القوة بمنتهى الحماس كعادة أكرم توفيق تلسى راجع من أصابة في الرباط الصليبي الأمور بالنسبة لك ممكن لقد الله يحصل فيها أي مضعفات أو أي انتكاسات فبالراحة خش المباريات تدريجياً وبشكل هادي بس طبيعة أكرم توفيق اللي افتقدها النادي الأهلي الموسم الماضي بشكل واضح الروح والحماس اللي بيعب بيهم أكرم توفيق دي طبيعة بشرية دي حاجة انت ما تقدرش تكنترول عليها من نسبة 100% ولكن في كل الأحوال لازم اللعب يحافظ على نفسه ويركز في هذا الأمر طيب نادي الأهلي أبدأ اهتمام بلاعب مهم حسنا نتكلم عن عبدالله حافظ عبدالله حافظ لاعب صانع العاب بيلعب في الدورة البولندي والكلام على أنه لاعب واعد جداً الأهلي الأهلي بحسب مصدر في النادي قال لنا في رقم 10 أن عبدالله حافظ تم عرضه على النادي الأهلي في الأيام الماضية لكن مسؤول النادي الأهلي ما رفضوش الصفقة بشكل بات ولكن عايزين يشوفوا أكتر اللاعب ويتكلموا معاه ويشوفوا الوضع بالنسبة له إيه هل هو هيبقى مفيد للفريق ولا أهلي ده اللي هيحسمه الأيام اللي جاية والنادي الأهلي يبلغ وكيل اللاعب بأن الرد النهاية على الصفقة هيكون خلال 24 ساعة في الزل وجود عروض داخلية أخرى للتعاقد مع عبدالله حافظ كان فيه كلام النهاردة عن فكرة اللاعبين اللي تحت السن هل ينفع أجانب يتحط في القائمة اللي تحت السن ولا أهلي خمس لعبين اللي تحت السن ولا أهلي والتعاقد الكرة أصدر بيان بخصوص هذا الأمر النهاردة وكان فيه كلام أنه ينفع بعض الأندية تتعاقد مع زي ما نتشايفين الكلام عن عبدالله حافظ أقول لك كنت أتكلم معاكم عليه طيب نروح ليه لحج عامر حسين عدو مجلس دارة الاتحاد المصري الكورت الاتحاد الكرة المصري مش معنا على ياتف طيب خلص هيرجع لها تاني طيب هتقولنا يا جماعة اللي كان موجود على الفيديو تقول لها تاني أه أعبال ما الكابتن عامر أعبال ما الكابتن عامر اللي جعلنا نقول للناس مين عبدالله حافظ المراشح لانتقال للنادي الأهلي هو لعب مصر من موليد 12 أغسطس 1998 عند 24 سنة بدأ في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلا أنه لم يستمر سوى عام واحد فقط قبل أن يرحل إلى ناشئين نادي أمبي في 2009 استمر مع ناشئة أمبي لمدة 10 سنوات حتى عام 2019 بدأ رحلة احترافه بنادي هوتنك ركاو البولندي الناشئة في الدرجة الثالثة عام 2020 استمر مع نادي هوتنك البولندي لمدة موسمين حتى 30 يونيو من عام 2022 خضى خلالهم 50 مباراة ظهر خلالهم بشكل ملفت للأنظر خلال مشاركات عبدالله حافظ الخمسين مع فريقه هوتنك البولندي ساهم في 15 هدفا من خلال تسجيل سبع أهداف وصناعة 8 أهداف أخرى انتقل بعد تقلقه في دولة درجة الثالثة البولندي إلى فريق جوني بلوكليسكي الناشط في الدرجة السناء عندها لسه بنشوفها الأول مرة معلش شارك مع فريقه الجديد في 25 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف وصناع هدف وحيد أبرز ما يميز عبدالله حافظ قدرته على شغل أكثر من مركز فيه السلس الهجومي بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي إذن مركزه الأصلي في الملعب هو صانع ألعاب رقم عشر لا يلعب عبدالله حافظ في مركز صانع الألعاب فقط بل إنه أيضا يشارك عدد شارك في عدد من المباريات في مركز رأس الحربة الصريح بجانب اللعب على الجناحين الجناح الأيمن والجناح الأيسر في مسيرته مع الأندية البولندية لعب عبدالله حافظ في مركز صانع ألعاب 32 مباراة سجل فيهم 6 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى ده كل شيء عن عبدالله حافظ ولسا مكملين مع حضراتكم لعب في مركز رأس الحربة الصريح خلال 26 مباراة سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدف وحيد بينما لعب على الجناحين في تمام مباراة فقط صنع فيهم هدف وحيد يعني الأرقام ممكن تقول أنه لعيب ممكن يبقى برومسينج عايز أنا الأندية المصرية والمنتخبات المصرية تشوف اللاعبين اللي موجودة في أوروبا في الأندية اللي مش كبيرة وإن كان يعني وإن كان أنا أحب أن اللعب يكمل في أوروبا وإن كان يعني بس لعله وعسى أنت قالوا قاعدته لدولة المصر تبقى خطوة إيه لنادي أكبر في أوروبا لعله وعسى وإن كان ده برضو ما بيحصلش بس يعني تمام نادي الزمالك قال لرقم عشرة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة جوسفالدو فريرا استقر على إعارة سيف فاروق جعفر في الموسم المقبل وقال المصدر أن اللاعب عنده عرض من بيراميدز وأن اللاعب اقترب للرحيل عن الفريق لمدة موسمين سيف جعفر من اللعبة المهمة البرومسينج الوعيدة جدا اللي ممكن يبقى ليه مستقبل كبير في الكرة المصرية أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قرر البدء في تعديل عقود اللاعبين الشباب اللاعبين التي تنتهي عقودهم من الموسم المقبل 2023-2024 عايزين الأمور دي بدري بدري عشان ما يحصلش أزمات أخرى ولعبين ما يرفضوا يجددوا عقدهم والنادي الطر يسيبهم فري دون مقابل فعايز يحسم هذا الأمر بدري بدري وده اللي يحصل في أي نادي كبير بالمناسبة ولكن في فترة من الفترات في نادي الزمالك في بعض الناس ما حسموش أو قد بعض اللاعبين فاضطرت اللاعبين دي تمشي أو اضطر النادي يستحمل اللاعبين دي تمشي فيه المفهود ده ما يحصلش في المستقبل وده اللي بيشتغل عايز نادي الزمالك الآن نادي الزمالك في الأيام اللي فاتت تعاقد مع المهاجم البنيني سامسون كيولا بعد أو لمدة ثلاث مواسم مصدر في نادي الزمالك قال أنه فيه كمان بند فيه التعاقد أنه ممكن الزمالك يزود عام آخر بناء على رغبة نادي الزمالك مع نهاية التعاقد يعني لو الزمالك بعد ثلاث مواسم شاف أنه اللاعب مفيد للفريق ممكن يمد لسنة ربعة بحسب رغبة نادي الزمالك هل سبكملين مع حضراتكم حليتنا النهاردة وزي ما قلت لكم ضيف مهم جدا وضيف الحديث دائما معه ممتع جدا في كل ما يخص كرة الخدم المصرية كابتننا الكبير كابتن سامي ششيني هيكون معاي بعد هذا الفاصل خليكم معا يعني بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونهارني في هذه الفقرة واحد تعرفوه كويس كمحلل كورة رائعة تعرفوه كويس كمدرب كبير في شباب كتير جدا دلوقتي اللي عمرهم صغير ما يعرفوش الكابتن الكبير اللي معايا النهاردة كلعب كورة هو كلعب كورة بقى كان من اللعيبة اللي سابق عصره يعني ايه عرفت اللعيب اللي يقولك المدافع اللي بيعرف يطلع بالكورة كويس المدافع اللي عنده كورة بتسمع انت الجملة دي كتير فنان دلوقتي أصله لعيب كورة مدافع لعيب كورة مع كلهم لعيب كورة بس المدافع بيعرف المتعة مضمونة مع ضيف العزيز الكابتن الكبير كابتن سامي أشيشيني كابتن سامي مشرف ومنور وحشني جدا وحشني طبعا تحاتي ليك وتحاتي الأسرة البرنامج والسادة المشاهدين ومشكرك على المؤدمة الجميلة يا حبيب دي أقل من حالك أنا أنت بالنسبة لك ألاعب أيضا حاجة عظيمة جدا ناس كتيرة وإحنا نتكلم في الكورة دلوقتي نتكلم عن المدافعين مدافعين عندنا اللي بتشتت واللي بتلعب واللي بتكسر ومتلعبش كورة فأنت كنت من الناس الحريفة بص والله كان جيل كله حلو الجيل كله والسنين كانت حلوة في الوقت ده وعدد عيبة الحريفة مش في الزمالك ولا الأهلي ولا لا كان في اسماعيلي ومصر ومقاولين ومحلة وويس على كده كل الفرق كان عندها لعبة كويسة قوي كلهم حريفة وكلهم مهاريين وكانت المطشب تبقى صعبة جدا ما بتجي تلعبهم فهي أجيال وساعتها ما كانش فيه فلوس فلما الفلوس كترت ما هو بقلت هي دي المشكلة ان بقى فيه أزمة في اللعيبة كويسة انت عندك دلوقات اللعيب لما فارق عندها لعيب كويس قوي بتبقى تقول ده يعني ده عنده آه نجم وعايزة بيهو بعشرين تلاتين لا وتحديدا المدافعين ده المدافعين تحديدا المدافع اللي بقى فيطلع بالكورة بنقول عليه يا سلام ده مدافع على فكرة دي الأزمة اللي بقابلها المتخب المصري صح محترام الموجودين هي دي الأزمة ازاي لما يكون نص الملعب مقفول والفراودة ومسكين ازاي انت تحل صح لان في شغل التاكتك لما المساك بيزيد الديفندر بيستنى ومساك يجي مكانه فيه حاجات كده شفتات بتتعمل في الملعب فاللي بيحل ساعات هو المساك حتى في تلاتة جديدة ده لو لاحظت تطلق الاتنين للإطراف المساكين للإطراف دول مكيزيدو كباك يمين وزيد كباك شماء صح ما هو الطرق اللعبة تغيرت بقناة ان الحارس بقى حريف التاكتك بتاعك بتاع البداية الهجمة بعمل حارس فاللي معندوش حارس حريف دلوقتي كارسة كارسة اللي هو بيحب يبدأ الهجمة ويبداها ولما تتزلق تبع ترجع للحارس لو انت معندكش حريف ويبدأ يبدأ الهجمة وحتى بيعمل الكورة اللونج بول دي تبقى رايح على حد معين تبقى كارسة موجودة الوقت في التاكتك الجديد كابتن الكبير كابتن حوادق امام وهو بيعلق دايما كان يقولك ايه مش عيب مبدأ الامان طلعها فكورة وطفش يقولك طفش دلوقتي خلست لأ بقعين كان بداية اللي هي الدربة السابتة اللي هي بتاعة الثمانتاشرة انك تلعبها تلعبها طويلة في وقت من الاوقات خلاص كانت زمان تقولك حط الكرة في نص ملعب القسم ليه عشان تبقى تفضل ضغط عليه في نص ملعبه في ناس تشغل كده في وحد يقولك ابدأ ابدأ من تحت لكن من قلة الجودة بتاعة المدافعين بتحصل كوارث صحيح انه تطير تعتيجوا جول حارث مرمى ابعافش لعب تطير تعتيجوا جول فده بتبقى ازمات كتير المدرف عشان كده طرق اللعب اللي هي الجديدة بتعتمد ان حارث المرمى يكون حريف والمساكين يكونوا حريفة صح ويبقوا مهارين عليهم جدا لان هو هو اللي بيفك الازمة بتاعتك في المجرد صحيح هبدأ معاك بحاجة كنت بتكلم فيها في المقدمة النهاردة بس هبدأ بحاجة تخصك انت الأول باكيا نتكلم معنا بشكل عام ليه كابتن سامي 60 يبعد عن التدريب وكل تجربة انت كنت فيها كنت مؤثر وكان ليك بصمة وكل الناس كلها تشيد بيك ليه تبعد عن التدريب مرة أخرى طيب انا هقول لك انا بلق التدريب من 2003 فبدأت من مراحل صغيرة ما اشتغلتش مع فرقة كبيرة اتحول 7-8-9 سنين بشتغل مع المراحل الصغيرة ما بين نشرين نادزة مالك ومنون منتخب مصر موليد تسعين كان معي مدير فاني كابت علاء نبيل وطلعت اشتغلتي مع دوكاستال سنة من السنين كان فيها ازمة كبيرة جدا لناتزة مالك ما عرفش انت تفتكر او لا الزمالك كانت 13-14 فانا كنت اشتغلت ساعتها في قناة من القنوات الاعلامية الرياضية فكانت يطلبوني اقول لهم انا ماضي عقد وانتعرف العقود لو مشيت بتدفع شرط الجزائر فالطول انا عشان اجي اشتغل مع دوكاستال لازم تسيبوني اروح شغلي وكان شريف اشرف وكان فيه علاء على الله ارحمه وكان فيه مجموعة كبيرة طلعناه ويدرنا اننا نحن 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 عدت فترة برضو بعدها روحت الجونة عدت سنتين وبعد الجونة اشتغلت في الاعلام انا بحب الاعلام انا بحبه ودماغي رايحه وحاجة انت بتحبها مع الكورة لان انا ببقى ماش دمعة دا حتى انت كنت بتتكلم على من شوية كده على الرخصة صح انا معال ايه على فكرة انا معال ايه ملتخدة من 2013 فانا خدت كل الرخص اللي موجود اخدت حاجة اسمها كان حاجة اسمها الاساسية والمتقدمة طبع اتحاد المصر والنقابة لازم تخدوا عشان شغل في النقابة فما بدأوا يعملوا سي والبي والاي انا خدت سي والبي والاي وخدت حاجة اسمها عربية افريقية وخدت حد انجليزية فكل ده انا خدته جمعته عشان يبقى عندي يعني وانا هشغل في الاعلام كمان خطو أود اقدر الدورات يعني مش بشغل في إعلام وسيط بشغل في إعلام واغط دوراتي بتاعت التدريب أصدق كمان على الفكرة مهمة كمان للإعلام يعني مصر الراجل اللي بيطلع يتكلم فني تمام لازم يكون مؤهل ويبقى دارس وهو في حاجات بقى أنت بتدخل فيها كل حاجاتك الشغل تاك تيك مع أحمال اللي انت عشان تقرأ الفرقة دي ليه وقعت الشهود التاني ما مش هقرأها غير حد ما احترامي الناس اللي بتاع يكون درس اللي حتة دي أو أنت النهار رو بتلعب كتلات يام طب الاستشفاء بتاعك سليم ولا لا طب الإصابات اللي بتيجي لما تزيد الإصابات عن عدد معين يبقى المشكلة عندك في الشغل بتاعك لكن لو واحد أو اتنين تصابوا تقول لا ممكن يكون ما بينامش كويس ما بيأكلش كويس بيصهر الكلام ده كله لكن لما تبقى الحالة جماعية لا يبقى فيه شغلك أنت فيه حاجة مش بزبوطة سواء أنت بتشتغل ما تشك كتير ولا بعض ما تحاشة ياخد استشفاء تدريب نفسه فيه مشكلة في الأحمال اللي استشفاء بتاعك وحش مظبوط فأنت النهار رو بزيكون دارس كل ده عشان تعرف وإنت بتحلل المشكلة فيه سبع فرق دلوقتي داخلين دولة المصر الممتاز المسلم القادم بمدربين أجانب بتكلم في مدير فني المنتخب الأول أجنبي مدير فني المنتخب الأولمبي أجنبي زياد عدل أجانب بشكل واضح في الدولة المصر وفي الكرة المصرية بشكل عام ده يدي إشارة لأي شيء آه طبعا يدي إشارة أنت ما بتستحملش المدير بالمصر وده اللي حصل أن كمان الرتمل تاع المتشاط أنك تلعب كل ثلاثة أيام فأصبح في الشهر بتلعبك خمس ست متشاط لو المدير في الشهر ده ملمش نقط بتلاقي بعد شهر بيمشي فأنت بتحس نوع قعد فترة قصيرة لكن كم المتشاط بتبقى خمسة ست سبع متشاط فهي بحدش بستحمل كل دلوقتي رؤساء الأندية اللي الشغالين عندهم استعجال مش عايز ينزل لأنه هو بيتسئل من جماهيره صح والغلط لأنه معظم هم ناس عندها جماهير لأن الفرق الجديدة اللي هي زي ما قلنا بنكلم على سراميكا فاركو البنك الأهلي الناس اللي معها فلوس فبيدعم بشكل كبير جدا عايش ما تحطش في اللعبة دي صحيح ما تحطش أنه يجي في الآخر نفسه بصرع إذا الإسماعيل استنى لفاته تليل اتحاد إسماعيل مبالح المنصيح يا كومي أكر أنه كان عايز يحط شرط في عقد جريده يبقى لو خسر ثلاث مباراة دا مش فكور وأنا قلت له الكلام دا وردت دا مش فكور قلت له حتى اليه ما دي بقدرشي أشتري على مدرد ولا أي حد في الدنيا أه ولا حد فقال لي ما أنا تراجعت عن هذا البند بس ما رح قال لي كده بقى قال لي ما لو خسر ثلاث مطشيات برضه وكده يبقى موقف صعب مع الجماهير ليه أنت في فترة وفترات في بعض المدربين هفتكر كابتن طلعت في أول ميسك الشرطة كان خمس مطشيات ديجل كان قاعد مع تكيز يوناس أول مرة خمس مطشيات في ناس زي الإسماعيل مثلا الفترة اللي فاديت ما هو أول خمس ست مطشيات ما كانش ماشي كويس أو سبع مطشيات ولم فيه مدرب مش بالتغيير في ناس بتضعف تلمي ساعات لما أنت بتصبر لكن لما بتبدأ وأول ما يشتغل معاك إنك ضغط عليه يا رجل دايش شغل إزاي ده أنت أول ما بتشغله أنت ضغط عليه يا رجل لسه بينزل التمرين بتقول له يا الله أنزل أنت لو خسرت 3 مطشيات التمشيط فأصبح دلوقتي فيه سرعة مثلا حاجة زي الإسماعيل إنت حرفين في مرحلة بنا يعني أصلا ما تقدر أنت جاي بمجموعة كبيرة من اللاعبين موقفك السنين اللي فات كان موقف ساي جدا فما فيش مدرب أنت مش جاي على فرقة فأفضل أحوالها فبتقول لك سبق أو كمل المسيرة أنت رسر تبني كمان أنت بتحط العيبة جبت لك صفقات كويسة عجبني الصفقات لا هو تصر فتقعد هي دي الكرة كده محترامي النهاردة إسر كمبني لما هي بالسنة اللي فاتت أول 5-6-7 مطشاط متعادل مطشو ولا حاجة وكلها كان 6-7 مطشاط كان مغلوب فكابت علاقة لما جيه يشتغل بعد كده كان خلاص هربت ما جيه يجمع في الآخر خلاص معرفش يجمع فانت النهاردة بدأ بتأك كويس زي المحل المحلها جمعت كويس في الأول شالتها في الآخر فدي ميزة لما بتجمع بدري بتبدي عن المشاكل فكل دلوقات عايز يبدأ كويس فكل بدأ يصرف كل بدأ يدعم المشكلة كلها برضو في اللي طالع هل اللي طالع معه ولا لا هل اللي طالع برضو داخل مع مجموعة أندية أسوان والداخلية وحرش الحدود ما احترم ليه ما يصرفه قد إيه مع الموجودين أصلا وبيصرفه قد اللي طرفوه يعني النهاردة ما برسلت سراميكا أنا عجباني الصفقات أكتر أندية العميلة عجبان لا دا عمل حاجة النهاردة اللي أنا عرفته أنه جاب كنارية كمان قبل ما تحط الأسماع بتاعدة صح وبسان بفوت بسان صح فالنهاردة أنت بتتكلم على صفقات تقيلة جدا فبأرقام كامل أرقام فأنت النهاردة الآن لأن السنة اللي فاتت هو نها بشكل وحش لأنه سراميكا من الأندية اللي كان عندها قائمة معقولة لكن ما كانش عندك مش موسع الأدية عندك شعادة كتير عمك فلسكوال فلو بتلعب كل 3-4 تيام مش هتستحمل صحيح لابتك مش هتستحمل زي ما حصل نادل أهل نادل أهل بكل إمكانياته وتقلو ما قدرش يستحمل المطشوات اللي بتتلعب كل 3 تيام فبالك لازم توسع وبعدين مديك مديك إن أنت عندك 30 مع 5 تحت السن وعاليد 1999 فمديك نكتة توسع الداية فميزة في بعض الأندية الإسماعيلي نفسه عمل صفاقات كويسة بس بالمصر اتمتقل آه لسه هجيلك على المصر كمان تحديد عشان مصر برضو عمل السوق انت لا تقوي جدا بس هو في نقطة ملحوظة جدا واضحة يا كابتن سامي إنه في تباديل وتوافيق يعني اللعبين اللي موجودين في الدور المصري اتنقلوا كتير هذا الموسم يعني تحس إنه 4-5 كل فريق بياخد 4-5 من هنا هل ده يدي دلالة إنه اللعيبة كلها بقيت شبه بعض بنسب في فوارق في بعض اللعيبة في بعض اللعيبة وده وده ودي موجودة فلوسك بتتكلم هجيب مين وكام عشان عند الإمكانات إيه فهو كلهم دربوا معظم يعني مثلا جزء من اللي جيبهم أحمد سامي اشتغلوا معاه في سموح صح ولاقة لا في سموح لا أعصد يعني اللي جابهم سراميكا سراميكا أهلو أحمد سامي اهلو أحمد سامي من سموح الكابتن اهلو بدأ يجيب بعض اللعيبة اللي اشتغلت معاه قبل كده صح سواء في المقصة سواء في بيراميس بدأ يجيب حسين السيد بيجيب بنتكلم على مراوام بتكلم على على أكتر من اللعيب موجودين دول كانوا موجودين معاه قبل كده بيحاول يجيب اسمعته كان بيحاول في شرام محمد بيحاول في أكتر من صفقة وجاب أكتر من اللعب معاه فهو كل مدرب بيجيب بعض اللعبة اللي اشتنات معاه وبعض الصفقات في النواقص اللي عنده فهو أهاب جلل معه مش بعيد عن الدور المصري ومش بعيد عن المصري لنشتغل معاه لو تفتكر السنة اللي هي اللي قبل ما يروح الحركة الكبيرة في الصفقات دي بتقول إن فيه منافس ممكن يبقى لأهل والزمالك الموسم اللي جاي لا هيتعبوا الأهل والزمالك مفيش مناسب الأهل والزمالك بستثناء برمز بشكل كبير جدا لكن هيتعبوا الأهل والزمالك مش هتكتب أسهل إنها كنت تكسب بسهول عاش كده الزمالك السندي أنا بقول له السندي من أentesانة فاتت اللي هيحصل الإستانة ماما ذاتانة فاتت من спорт الفرق الفرق في السن stuntين إن الزمالك ما كانش بيكمل في دور المجموعات ثم، لكن ما كانش بيلعب ماتشات كتير ما今日 القش فكان عنده ميزة، انه بشتغل زال الفرق انت بتاخد ثلاثة، انا باخد 3 انت بتاخد خمسة، انا باخد قوة راحة خمسة فماتشات ز Land called, ¿معわ Wolf real a السنتين وخدت كاس مصري طبعاً أخدت أفريقياً الناس مستنين أفريقياً فالنهاردة لازم بيقى عندك شراسة وعندك تدعمات تقيلة السنة اللي فاتت الناس استحملت برضو إن أنت ما كانش عندك قوام ما كانش عندك لعيبة فيه لعيبة مشيت وفيه لعيبة القيد ما كانش عندك قيد فبالتالي الناس استحملت كموقت تتغلب مثلاً من قيم بيت غلبت من الجيش في الأول مع الراجل خاركت من أفريقيا الناس استحملت لأنه ما عندكش قايمة لكن السنة دي لو لازم تفتح قايمة لأنك ان شاء الله هتكمل في طوط أفريقياً التدعمات اللي عمالها الزمانية في حال الوقت هي تدعمات معقولة وتسد فراغت معقولة لأنك عندك اللي تحطوا السنة اللي فاتت بعنهم ثقة لأن تحت اللي جاي ده مشيلاقي مكانه في جوزه منه ببين مشيلاقي مكان كتير معظمه أو ممكن كلهم كمان باستسناء لو دونجة لحب يحط دونجة مثلاً جنب إمام عشور رحط روقة حتى عبد غنيت ده اللي ممكن يأخذ مكان ده كنية سألك إذا كنية الوردي هيبقى عنده صعوبة في أنه ياخد مكان في تشكيل السياحة طبعاً طبعاً مش حدش فيه ألاقي سهولة لأن حتى حسام عبد المجيد الزنار مش لعبا ليه بسهولة إلا إذا بقى الراجل عنده فكرة تانية إن أنا جايب الزنار حط مكان حسام عبد المجيد لأن حسام عبد المجيد فرق معاك إنه تفوق على نفسه قوي في الدورة جاب لك ستة بونط غالين جداً في وقت ملأواد في بعض المتشاط اللي هو كسبت فيها واحد صفة كان من الراجل اللي هو كاسبها ووقف بشكل كويس قوي وتقيل فالنهاردة معاليش لو جيت دخلت دونجة هتطرع تروح مراجع مين؟ عبد الغني على حساب المسلوسي فهتشيل مين تاني؟ هتشيل حسام عشان 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 تحط الزنار إنه ممكن المدري بيحب اللاعب اللي بتلعب بكلها كويس فهو بقى ده بس حظ المسلوس أن عبد غني بيقدر يعملها فممكن يقعيده لأن عبد غني كان بيلاعب باكي مين لعب معانا باكي مين ولعب عبد الكابي باكي مين وبيقدر يزيل لحتة دي مفيش مشكلة في الحتة دي عنده ميزة كمان اللاعب غني بيلاعب دماغه كويس عنده ميزة في التغطية بيرحل كويس المسلوس عنده أزامات في بعض المواقف بالذات اللعبة في الراس فالزناري مش هيلاقي مكانه بالنسبة كبير عمر جابر جاي يلعب طب نمار اللي هو عمل نقلة وطفرة هتقعيده هتقعيده ازاي لان نمار عنده ميزة نمار عنده سرعة مع مهارة ودي ما تتقررش كتير مع ناس بيقطع مسافة في زمن قليل يعني ياخد الاسبرينتو بمهارة في قطع مسافة فبالتالي مش اي حد يعمله عمر الناحة التانية عنده خبرات كبيرة لكن ابطأ والمهارة مش ازاي نمار النمار بيقرد يطلع وبقى وخش في حريف وبيخش الجوه يكمل كفيرو فعنده فهتقعيده صعب انك تقعيده طب الوارد هتقعيده على امام عشور هتلاقب على امام عشور صعب هتلاقب على دونجا صعب فمش مكانه مكنش محجوز تعال بقى نتكلم على نضاي نضاي مثلا النهاردة الراجل انت حطه فرود ولا حطه تحت الفرود هي دي بقى اللي هنتكلم هل هو الراجل عنده مشكلة كبيرة هو لعب كويس لكن اللعب الفرد اكتر عنده لعب فرد اكتر طب شكبال هتقعيده صعب فمش حدش محفيش حد جاي هي مشكلة بقى برايمن نضايق اكبر من كده انه المركز اللي تمايز فيه برايمن نضايق مع كل الفرق اللي لعب فيها زيزو مركز زيزو الجناح الايب طيب ما انا بقول لك عشان كده عندك ازمة فيش مكان مخروض لازم تشوف له مكان وبعدين الزمالك عايز لازم يجيب فرد يعني فرد صريح برايمن نضايق بلاعب فرد برضو ما انا بقول لك بلعب الاتنين بس هو عنده مشكلة ان هو هو بيستيلم بينزل استيلم ويلعب فمعنده سبب الفرد الجنب بتاعه كمحطة انك تشتغل عليه اه ممكن يلعب مسحات احسن انفاق في التحولات فانا بتكلم ان هو مش اي حد هيجي هيلعب الفرقة اللي انت عملها اللي انت عملها ناد الزمالك دوقتي صحيح بدليل ان الراجل لما جاي لعب السوبر عمل ايه؟ ادهم راح عشر تيام ومدخلش العناصر اللي كانت جديدة قعدهم احتياط ونزلهم في جزء لان هو مش محتاج يشتغل تاكتك كتير لان هم عارفين تاكتك بتاعه هي كانت مشكلة في البدني وانا كنت بسرعة استغربت المادة عشر تيام ولما جيت سألت لقيت ان هو مادهمش سلبي ادهم ايجابي يعني ادى الكل واحد تمرين ممكن يشتغله لكن ده ما يجيبش اليقى البدنيات كافية عشان كده الراجل لو جيت تركز هتلاقي في مطش ال كان على الفول بدافع بيلعب على المرتدات مع الوقت هيبقى البدن بتاعه احسن الراجل على فكرة زكي جدا وفي ناس قتلك ليه لعشر تيام الراجل ما كانش باقي مش بصص للسوبر على فكرة هو مش بصص للسوبر ده خالص ولا يفرق معه بجنيه هو راجل بدي يستشفى بتاع الموسم اي عشان هو كمان داخل دور التمهيدي في دول الابطال فهيلعب والدور التمهيدي بالنسباله برضو هيلعب مع فرق اقل هو عايز يطلع باليقل بدانية واحدة واحدة عشان ما تقعش ما بقاش في العضلات تتحرق من كتر الشغل والهلك بتاع العضلة تتحرق منك فكان لازم ادي راحة يشتغل بها سنة فما كانش بصص للسوبر الزمالك محتاج ايه صفاقات تانى مراكز لا انا انا قلت محتاج فرود فرق كويس قوي كمان يمكن فيه العيب صغير جيه افريقي هنشوف الفطر اللي جيه بحتاج حد نحت الشمال هيلعب نضاي فيها الشمال هيلعبش كبالة لان الموسم طويل لازم بقى عندك لازم بقى عندك امام ما بيحب شوه راجل لعبه بره على فكرة امام عنده ميزة ودي مش موجودة كتير امام شرس بيعرف بيطلع بالكورة بيعرف يسدد بيكمل كمهاجم ورود هو بس عنده مشكلة في حتة معينة ان انت لما بتكي تشتغل مع الفرق انت بشتغل خطوط كل اللي عيب بترسم الخطوط فنفعش تبقى عشواء في الخطوط عنده امام عنده مشكلة ما بيحب يزيد شمال ويرروح رايح يميه ورح طالع على قداب ساعات المدرب ما بيحبش كده فيه مدرب ما بتحبش كده انا احب يبقى عندك طاقة وحماس وكل حاجة بس في اللي مرسوم لك واللي في اللي مرسوم لك لان الرد بتاعتك ردتك لما هتروح انا هاعيز زد مسلا مسلا بساسي الساسي ما كان بلعب هو الطارق فكبت اطلاق الطارق واقف وساسي يروح ويرد في نفس المكان ما يروحش لبعيد قوي عشان يرد هنا فما انا بقى اصلك ليه لان في الاخر انت بتأمن المساكين صحيح لانك الراجل بيعتمد عليه بقى ان المساكين ما بقوش اثنين المساكين بقوا ثلاثة فواحد يوقف قدامهم فاربع فالتالي عنده اربع بيدفع فكوي دي ميزة بقى لتبقى عالجة مع كابتل سامي الشيشيني يعني انه في ملحوظة حراك قلتها دلوقتي هي في منتهى الاهمية وبعض الناس بتغفالها يعني انت بس كمدرب ممكن في اي لحظة امام عشور مفيش اثنين في مصر يختلفوا على كمته الفنية وامكانياته وفارق بس انت كمدرب ممكن في اي لحظة تقعد امام عشور فالناس تقول لك اتزاق عدت امام عشور بس هو ممكن تكتكين لغبط لك حاجة انا مش بتكلم عن امام عشور كلاعب اي لعب يعني في لعيبة كتير يقول الناس تقول لك ايه هو ده يععد ليه ده ده لعيب مميز جدا عشان بيشوفوا بس المهارة والحرفانة بالزبط ميقعدش لا لكن في مواطشات ملعبش هو راجل عمل كده لو تفتكر في نهائي في نهائي الكاس مصر مواطش الاسماعيل زي بيسيب واحد زيب مواطش الاسماعيل ميبلاعب ليه لان الملعب محتاجك امتى في التكتك اللي انت عايزه شكبالك من امهر اللعبة اللي جات في تاريخ مصر من احسن اللعبة اللي انا شفتها لكن فيه تكتك معين هل انت هترد تطرب مساحة الستين سبعين متر هجوم وطرح مرددهم بدفاع عشان في وقت ملاقوقات تبقى باكلفت لان في اربعة ممكن الالباك بيخش الجوى يبقى مساك فالهاف يبقى باك ده في التكتك بتاعنا هل شكبالك هتجيبه وراجل بلعب تحت الفيرو الشمال يرد باكلفت مش هيرد معك ولو ادك خمس ست سبعة ثمان سبرينتات مش هيقدر مش هيكمله معك وده يمكن اللي اخذ على فريرة في مباراة الهلال لما بدأت بشكبالك لانه يقولوا انت ليه بدأت لانه يقول لك الحقيقة لان شكبالك لما تبدأ بيت عرفت غيره لكن لو نزلته ومقدرش يديك مش عرفت غيره بس حسيت ان الموسم اللي فات كله لما كانت شكبالك بياخد جزء من الشهور التاني كان بيبقى مؤثر اكثر بيغير طريقة بيغير له الطريقة بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة او خمسة ثلاثة اتنيه عشان شكبالك ميرجعش وساعد كان بيطلع على الجزيرة وخلي شكبالك فيروت رجل زاكي جدا رجل زاكي مش عايز يجع على شكل التكتيكي ومحتاجش كبالك فيطلع على الجزيرة فاسيب شكبالك فيروت مش حسيتها كتير؟ او يغير الطريقة تبقى ثلاثة اربعة ثلاثة يعني بيخلي ثلاثة مساكين وراء او ثلاث ديفندرات المهم بيبقى فيه خمسة بيدافعوا عشان شكبالك ميرجعش لانه عارف انه يقصر على الشكل التكتيكي بس انا عايزه ولو سيبت سيف ولعبت شكبالك جناح ممكن تقصر عشان شكبالك مش هيرجع على الجزيرة عشان كنا هيدطر الجزيرة ينزل لدافع لشكبالك فبالتاني انت اخلص مساكين وكان الناس الجزيرة يلوموا فريرة تاليه بيطلع على سيف الجزيرة ما تنزل شكبالك عشان اتنين لو بيهاجموا مش هيردوا فهو واحد بس هو يقدر يستغنع على واحد يا شكبالك يا الجزيرة ما يقدرش يحط الاتنين لو حط الاتنين يغير الطريقة يبقى هاتطرد خلي زيزو يرجع كتير ومش عايز زيزو يرجع كتير هو عايز زيزو يبقى في التلت الهجوم اللي هو يقدر يبقى تلت مؤثر فانت لو شغلت بشكبالك وجزيرة في الودين هاتطرد تنزل زيزو فين؟ نص ملعب فينزل يدافع ويرض يهاجم ويدافع فأهلكته انا عايز التلت الهجوم يبقى موجود فيه فبالتالي النهاردة الراجل انا بيعجبني قوي ان هو سعاد يبدأ غلط سعاد يحس ان فيه حاجة هو عملها بس الميزة عنده بيعرف يغيرها قوي بيقدر يستوعب الخطأ فين؟ فيبدأ يغير الطريقة والشكل فقفلت اللي انا كان عندي مشكلة فيه وميزة بيعرف دير ودي مش موجودة في اي حد على فكرة كلنا ممكن نبقى مدربين ومدربين كويسين قوي ونحط احماله وتكتب كلام ده فن الادارة كبير صعب جدا انك تعرف تدير اشكاس مدير فني بس مدرب هو مدير وخبراتك فالمواقف بتزيد فالمواقف ما تزيد فالحلول عندك بتبقى سريع فعندك حلول سريع زي ما عمل قدام الفرقة بتاعت الهلال الشهود التاني غير طريقة اللعب عملها اربعة واحد اربعة واحد ويضغط على الهلال ويضغط عليهم من قدام لو لاحظت الهلال الشهود التاني ما فيش غير هاجمه ويضغط عليهم من قدام وقالنا الرجل اللي بستلم في نص الملعب لعب عليه حد قريب منه فبقاش استلم عكس الشهود الاول كانوا بستلموا براحيتهم ويشتغلوا ويلعبوا لان الطريقة ما كانتش مرايحية فلما خرج شكباله لو نمر راح مغير طريقة اللعب ونزل نوعية تانية يقدر يضغط من قدام فالرجل زكي زكي من احسن المدارين يشوفتها بتاع رصدير بصراحة طيب وكنت انت رسعي الكلام ده بشكل مختصر وانا حاب ان احرك تقوله بشكل اوضح ازا مالك الموسم اللي جاي ممكن عندون قصد يعني يضحب شبابه اللي تعلقوا الموسم الماضي بسبب الصفقات الجديدة جزء جزء اللي هو ممكن يبقى لهم بديد يا زي ما انت نسبقات مسلا سيف فاروق هو سيف فاروق بلعب ايه؟ على فكه سيف فاروق مش نص ملعب سيف فاروق ده راجل بليميكر وبلعب طرف وكلام ده كله فالنهارده ما اجيب لواردي واجيب دونجة فاصبع عندي كسافة فخلاص اطلعه يوديله خبرة مفيش مشكلة في الحتة دي طب انا حسان عبد المجيد هستغن عنه ولا ممكن محمود علاء ولا محمود علاء هو ده بقى اللي ممكن تبقى هو ده اللي بنتكلم عليه فبتالي ما بقاش ناشئ النهارده حزم امام جبت عمر جابر فسكنتوا مكان بشيل بحلل احلال وتجديد مكان بمكان مكان بمكان وعلى فكر ما حدش يقدر راجل انت بتعمل ايه؟ وما حدش يقدر يحط للراجل اي حد الميزة انه اكيد هو اللي بيختار مهم حد بص الميزة فى الراجل ده اللي مجيوي ما خدش وقت انه يخش وجوه اجواءنا الزمالي لانه عاش قبل كده بدليل الانجازات اللي جات يعني مثلا كارترون هو لما جي خد دوري لانه كان عايش الاجواء دي لسه قبلها بسنة الراجل جي كان عايشها قبل كده فانت بيجيب الناس اللي كانت مشت فانت بيخش وماخدوش وقت عارفين شخصيته فمحدش بتدخل فشخصيته صح محدش من الدكة بيقوم اللعيبة نوعية اللعيبة اللي اختارها انا اللي اختار محدش يخش معي ويختار معي مسيطر على قط اللبس ودي ميزة ما عندوش كبير وصغير عندو ملعب فدي في كلها نجاح عام النجاح نادي الاهلي موسم صعب جدا الموسم الماضي والنتايج كان فيها بعض الخسائر مدرب جيه في غفلة ما يعني ومشي على طول ما عادش كتير الاول السوارش شايف انه ظلم ولا كان هو الظالم لا هو بص هو مش مقنع انا بالنسباني مش مقنع يعني فيه ستايل كده معين بشكل باداء بحاجات معينة بتديك المدرب ده طيب انا اسوارش لما جيه انت النهاردة رجل تفرض عليه بعض الامور ان الناس رايح وانت تكمل وانت الدوري راح فابدأ الشغل بالصغيرين وابدأ الكلام ده كله فبعض اصبحت نتائجة هزايم وتعدلات واداء مفوش اقناع طبعا انا النهاردة انا كنت من الناس اللي مع فكرة انه هو يمشي ليه؟ ان انا هجيبه السنة الجاية طب بدأ بهازمتين ولا هزيمة ولا ثلاثة طب حتى بتبت تغيره لسه معرفش الفرقة عشان يخش من اول وجديد وتبدأ تخش في الحاصل تاني فالنهاردة لأ انت عشان تجيب مدرب انا بتتكلم على شغلي عشان تجيب مدرب زي اللي جيه موجود دلوقتي بدأ حد فتر الاعداد بدأ يشوف اللعيبة بدأ يعمل ماتشاط ويعمل عليها السرية ومحدش يصور فالراجل اقنع الناس الموجودة سيطر على الفرقة انا قلت وكنت بتكلم النادي الاهلي ما ينفعش يجيب صفقات كتير لانه عنده في الفرقة فرقة لعيبة تقال جدا على فكرة على فكرة الاهلي غادت اول اتناشر اتناشر مباراة في الدولة اول اتناشر مباراة في الدولة اول اتناشر انت عارف يعني هي نفس اللعيبة طب ايه ايه الفكر بنزل اصابات وامور بدنية وحيات يبقى في حاجة غلط يبقى اناه كما قلت لك بدام الحالة بقت كتير لعيبة بتلعب دوري كاس افريقيا سوبر كاس عالم اندية فدخلت في كاس تاني فلاعبت منتخب مصر في كاس عارف اللعيبة تلكت عضلات تعبت فانت النهاردة بتبدأ تدخل عناصر عشان تقف بدأ اصابات تطول مع رباط صليبي عمار مع رباط صليبي اكرم توفيق مع اصابات كاب تطول محمد شريف كل اللعيبة تصابت فلما تجمعهم مع بعض هتيجوا تحط الاسماء هتلاقي فرقة تقيلة عندهم بس مشكلة في النهاردة ما تقول لي عندك ثلاثة فرقودة شهد حسين محمد شريف وصام حسن مين عنده ثلاثة دول؟ ما تجي تقول لي المساكن اللي عند النادي الاهلي رام الربيعة صح عبد المنعم ياسر ابراهيم ايمان اشرف صح في حد تلك محمود متولي اللي هو احتمال يبقى موجود ولا لا وعندك بترجع الحمد الفاتح فانت عندك كم طب ناحي تليمين عما تقول لي ما عندهش بكي محادش ناحي تليمين طب فين كريم فؤاد اللي في المنتخب فين محمد هاني فين اكرم توفيق بكي مين لها عنده ازمة في البكي الشمال انه علي معنول لازم بقى فيه بديل تقيل مع علي معنول طلعت محمد اشرف اللعيب الصغير ماشي بس مش ممكن ما ياخدش معه كتير صح في المنتخبات التقيلة ضغوط وتحمل وحاجات دي كلها يستحمله شوكري ودته ماشي محمد شوكري اللي هوبت على سموحها اللي كان اعارة محمود وحيد اعتقد خلاص يعني بالنسبة له خلاص فانت النهاردة لازم بقى لكن لما تيجي تقول لي بقى نص الملعب ما يكون عنده ديانج السولية حمد فاتح اكرم توفيق انت عايز مين عايز مين اقتقل من دول انت غراء بتتكلم على فراودة طيب اللي تحت الفيرو بتتكلم على طاهر بتتكلم على حتى صراح محسن تحطو ويتينج اللي هو الانتظار عندك بتتكلم على حسين الشحات بتتكلم على برستاو بتتكلم على افشة اللعب الجديد برونو سابيو عندك مجموعة تقيلة ناس بس وجبت شادي وميسي هلوهم على قدرة انتقول لهم انتو مدخلتوش سولي انتو بقى مفيش لعبة كتير بس دياللاتي اللعباتي اللعباتي انا نجد جعب الجماهيدي انا بنتيجة لعبة دي لما تتجمع مع بعض ويوص على اليوم ده صعب على نات زمالك هبقى صعب ان الدوري مش هبقى سهل ولما الصفقات دي كلها بتخش مع الفرق مش هبقى سهل على الاهل والزمالك وبرامدس او الزمالك وآله وبرامدس ان ان الفرقة دي هتبقى تقيلة اعمل حسابك ان كل اللي جاب جاب تقيل عنده لعبة تقيلة صحيح ده برامز نفسه راح جاب مصطفى مصطفى فتحي وجاب دونجة وجاب بعض الصفقات برغم ان هو عنده لعبة تقيل لان كله عارف انه طمع لما نهى تانى طمع في الاول صحيح صح والاهل مش هيفوت انه ثلاث سنين عمره ما حصلت في تاريخه انه تعدي منه البطولة فهيبقى شرس السنة دي صح ولا غلط صح اعمل مع الباقي مش هحطه نفسه في ازمة المصري ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد يخش في ازمة ان انا بقى موجود ولا بقى موجود كله بيدعم جامل دي فكله بيدعم ويدفع وانا من هنا عندك انا بحيي رجاء الناس اللي دخلت لان بالذات كمان انا عايز احيي الستوز محمد مصالحي ان الرجل ده ما بتسمعش مشكلة خلص ودي 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 حاجة جريبة سمعين برح صبر رحيل بيقول لي انه من اكتر رؤساء الاندية اللي عمرنا كان عندنا ازمة مدية استحققت لكم انه هو بيتكفل يعني استاذ كامل ابو عالي لما جي انت شفت الصفقات لما بدأ يركز استاذ زيحي الكومي بدأ في صفقات طبعا في رعا يخشه الفترة اللي جاي وبدأنا نشوف ان يفرعا يخش على الناديين دول يعني ديون اسماعيلي وماصر في رعا يخش عليهم دول هيفرقوا بشكل كبير جدا في المدياب بتاعت الاسماعيلي والمصري فبدأ نشوف الصفقات سراميكا بدأ يحس بالخطر اللي كان موجود فبدأ يصرف لانه بين الدورين السنة اللي فاتت مدعمش بشكل كويس صحيح فبدأ يجيب السنادي لان احمد سامي طبعا هو ليه فكر وليه تاكتك وليه شغل لكن لما جيه على فرقة هي دي النوعية اللي موجودة معاه بدأ يحس بمناسبة سراميكا احمد ياسر ريان تقل لسراميكا من النادي احمد ياسر ريان من الاهلي الى سراميكا ومن سراميكا شدي حسين الى النادي الاهلي شايف النادي الاهلي كان ممكن يبكي على احمد ياسر ريان؟ صعب بس ما يباعش ما يباعش عارة لان ده اللي جاي لان احمد ياسر اللي جاي لك انت النهاردة اللعيبة اللي عندك التانين عمرهم اكبر طب وده كان هداف من هدافين والراجل احترف انا كممكن اوديه عارة لان انت الفترة اللي جايه هتشوف مستوى شهادي مع حسام مع محمد شريف لك انا اتصاربت ان هو بقع ان هو انهائي اللي دي كان بالنسبة لي كانت غريب والمكسب الاتنين مكسب على فكرة النادي ايه شادي مكسب لنادي الاهلي واحمد ياسر مكسب لسرميك لانه قبل ما يمشي وروح تركينا هداف الفرقة لكن انا هداف الفرقة او هداف الدورة لما اتذكر كان 15 هدف فكان فرق معهم لما كمان تجيب معاي ابوك لا انا شايف في رمضان ابكهم عنده خبرات شكري بقى كويس ناصف بس شكري وناصف الاتنين في نفس المكان باكلفت وباكلفت والاتنين كانوا اساسيين رجاء ابنبيل مساك كويس احمد هاني برضو احمد هاني بعتقد ده بتاع الجيش عمر القلاوة ده العيب برضو انت بتخيل قوة من بورتو على الاعتقد قوة هجوم السرميكو البطرة في احمد ياسر يوجيون ابوكا وتحتهم محمد ابراهيم هو كان فيه ازمة بتقابل السرميكا السنة اللي فاتت ما عرفش كانوش عارفين يحلوها هجود شادي مع باس المرسي مع محمد ابراهيم مع صالح جمعة وكان عندهم كمان شريف دابو شريف دابو كاس اول بس اتهى في وسط الناس دي اتظلم يعني الناس دي مش هنفعد عائدها فبدأ يغيروا طريقة اللعبة بقى شادي يلعب تحت الفرود نحت الشمال محمد ابراهيمتو راحطه تحت الفرود مثلا نحية تلمين او بليميكر فاصبح شادي برا التمنتاشر اللي هو اصلا بيجيت فيها عشان تلاعب اللعبة دي كلها مع بعض كانت ازمة كبيرة عشان كده كابتر احمد سامي عمل ايه فاركش المجموع شادي راحل الاهلي باسم راحل الاسماعيلي صح صح والله غلص صح محمد ابراهيم موجود صراح جمعة اسماعيلي فاصبح بلعب كان بلعب الاول بطريقة لابوش حبيبها او نوعية لعيبة لازم تحطها في الملعب وغير لهم الطريقة فلما راحوا دول بدأ يشتغل بالسيستم بتاع والفترة اللي جاي لان في وقت وقتها اللعبة اللي موجودة معك بتخليك الشغل بالسيستم انت مضطار مضطار اكتلعب بالسيستم ده تلعب بابوكة محمد ياسر ايان؟ يعني فكرة الاثنين مهاجمين اللي هما الاثنين محطة الاثنين اللي بيقفل اوش هندوقت لا اصلا انت مش هتلعب اربعة اربعة اثنين الا اذا لو غيرت الطريقة اربعة اثنين خمسة تلاتة اثنين في الاخر هتلعب بفرودين يبقى لازم تلعب بذلك اللي انه فيش واحد فيهم بلعب تحت الفرود الا اذا اديت مهام لأحمد ياسر انه الشغل زي ما بتشغل شادي يبقى تحت الفرود من اتجاه يبقى انت كده فقدت جواد 18 هتهلكوا ما بين دفاع وهجوم والفرود القوي لازم تخليه على طول جواد 18 ما تشغلش كتير ما يجريش كتير ما تهلكوش كتير خليه قريب في التلت الهجوم على طول لكن لما تنزله يدافع ويهاجم يدافع ويهاجم هتهلكفه مش يقدر مش يقدر يركز جواد 18 فممكن واحد فيهم بس ليلا ممكن ماتشاط معينة كده لما كنا بقى ضغط وعايز اكسب او انا مغلوبه عايز اتعادل ممكن ارمل اتنين مع بعض حاسل اسماعيلي دخل في موسلم الانتقالب بشكل كويس اه اه بشكل كويس اه بشكل كويس جاب خمسة اجانب فطبع احنا معظمهم مش مش وباسم فرود شبراوي لعب كويس اوي كان كويس بس فروباط الصليبي لما جاله الاول لما اما كان في دجل ادي اثرت معابش شكل كويس لكن هو لعب كويس اوي صالح الجمعة لعب كويس هتشوف بقى هلتزم ولا مش هلتزم اتمنى ان هو صعب اللعيبة اللي بتبقى كويسة دي نكتة متلاهاش كريم كريم عرفات ده من الناس اللي كانت موجودة في فيوتشر اور lil own يعني هو كان من اللاعبة اللي موجودة على الى اه ان هلتزمJa all of them باكيمين في فيوتشور انا اعتقد فهو كان بلعب باكيمين فهو ق suffering in from the future وانا احمد محسو ومحمد محمد وآحمد وسلم ومحمد حسن ومحمد حسن اتنين خدوهم وا climate change لان محمد حسن لعب مع العسين في الفتر ان اسماعيلي وك comincio لو كنت فتكّن كان لقىه اعارة هنا وبالعب عبدالله جمعة وحسن السيد كان خدوا مجموعة كده خمس ستة لعيبة لما الإسماعلي كان هينزل. بون الدورين دول شلوا الإسماعلي مع عهاب جلال. فمحمد حسن كان بلعف الإسماعلي. ورجع تاني للسيراميكا وخدوه الشروق. فهو لعيب كويس. محمد محسن مكسب. طيب. ما عمده سوقي نحت الشمال مع محسن يعملو جابة كويس. فبتالي عن صراح محسن هو موجود في الوقت الإنجليزة في قائمة النادي الأهلي. صراح محسن تشايف أنه كان المفوض يخرج من النادي الأهلي؟ من بدري. من بدري. لأن صراح محسن يجي لعيب كويس. ويشتغل. لكن هناك مشكلة في الفرق الكبيرة أنا كلمت فيها كثير. قبل كده في كذا مكان يعني. مش أي حد يستحمل الضغوط. على فكرة أنا كلمت قبل كده قولت اللي بيروح الآيو الزمالك دات وأقضت زال بطيخة. هو بطيخة. حتى لو لعيب كويس. حتى لو شايفه لعيب كويس. حتى أنا بقول لك هو ده بالبلدي كده بطيخة. 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 يبقى كويس يبقى وحش. أنا حسام حسن نهاردة رمراح النادي الأهلي. هو ده حسام حسن؟ لا طبع. مروان حمدي لما كان في الزمالك. هديكه عمر السعيد ده بصراحة فرد فرد كويس أوي. لكن ما كانه مش في الزمالك. عمر السعيد لما راح الفرقة التانية هداف. راح أفجونا وكان أبريكاة في الإنتاج وكان فرد قبلها. فكان هداف. مروان كان موجود في دجلة. كان موجود في المقصة. كان موجود مع سموحها. فهو هداف. لكن الضغوط ممكن ما تستحملهاش. تاني حاجة. مش هستحملك الفرقة الكبيرة. هتقعد ويجي غيرك. فهو دي المشكلة. الصبر. مش موجود في فرقة كبيرة. السنة اللي فاتت كل الناس كان بتتكلم على أحمد عاطف. و أحمد عاطف موهبة كبيرة جدا في فوتش المواجب كبير جدا. بس أحمد عاطف مثلا في فترة كده قاعد فيها صايم عن التهديف. وكان بعض الأسكار دين معي. قلت ده لو في الأهلية أو الزمالك كانوا خلصوا عليه. انت عشان بتشوف أحمد عاطف كل فترة كمشجئ أهلية ومشجئ زمالك. فبالنسبة لك مواجم رؤى. بس لو معك كل يوم. ممكن مالعبش. انت مش تستحمله. ما هو ده اللي بتكلم عليه. صلاح محصن مش هستحمله. وبعين صلاح محصن كمان من الناس اللي عليها ضغوط كبيرة جدا. ان انت كنت أعلى صفقة جات في تاريخ مناصرة في الأول خالص. في الأول. صح والغلط. فانت متشاف. فانت خلاص متشاف. فكل الدغوط دي كان الدغوط عليه. طب انت الفلوس اللي احنا دفعناها. طب انت كم هدف. طب هتلعبه تحت الفرود ولا فرود. طب يمين ولا شمال. فأصبح الدغوط عليه كتير. زي زي لعيبك كتير تضغط على طهر محمد طهر. وطهر محمد طهر ما كان في المهم كان قليل. ولا ما احترى في فرنسا ولا ما كان في المهم. فلعيب كويس. لكن الدغوط ممكن محد يستحملها. مع المتشاط الكتير ممكن محدش يستحملها. صحيح. النهاردة فعشان كيف أقولك اللعب اللي لديها الكبيرة. ده ده صعب. صعب جمهور يستحملك. ضغوط سوشال ميديا. صعب جدا. في ناس على فكرة في ناس لعبت معانا وناس لعبت. في ناس الأضواء غرتها. ففراحت. ما صدقوش أو ما عاشوش القصة فسدقوا فراحت. يعني ايه بقى الأضواء غرتها. عشان برضو انا احب حلوق تشرحها بشكل اوضح. في بعض اللعبة صدقت. سنة سنتين تنجم وبتاعه. وبقت المكسب وفلوس وعربية. فأنا هفضل النجمة طويل وقت. فبتحرق. فبيوقع. فلازم تستحمل كل ده. لأضواء والشهرة والنجومية. وبعينة اللي لما بتجي تلعيب بالزادة الأهل والزمان. كنتم تشاف فيها حتة. فلازم انت تبقى على قد الاسم أو التقلي ده. فلنفعش قولها الصنة بأصهر. الصنة بأشرب. الصنة بأروح. يبقى حركة ما تشتغلهاش. او متلعبهاش. او متلعبهاش فرقة كبيرة. تشتغل في حتة تانية. لان دول عليهم أضواء. وليهم سيستم. لما تجي تشتغل حركة بتلعب باسم مثلا تلاتين اربعين مليون. حركة نام بدري. حركة تأكل كويس. حركة تبقى انت عندك سيستم شغل. تروح ابتمريرك بقى دي. كل دي لحوامل نجاح. في واحد. بدون ذكر أسماء. لعب شاب. هو مدلاتي بالشاب. هو خلاص بقى راجل يعني كبر يعني. سألته زمان. وهو صغير. انت برضو هتقدر في مرحلة الشباب بعد ما تعتزل. فممكن تعيش حياتك بعدها مش لازل تعيشها دلوقتي. قال لي نصا كده. قال لي يا كريم لما يبقى معاك عدد كبير من الملايين. ملايين الجنيهات وعربية وبيت وحدي. وصغير في السن. فانت حاس انه لا انا لو حامل ايبي في وز دي كلها لو مش عايش بيها دلوقتي. طموحك قال. طموحك قال. في بعض اللاعبة لما تلاقي في وز دي كلها. تموح بقيلة. طب انا هاخد دور يعني مكافة دي الدورة هتبقى. صحيح. طب انا بتفعلك الفلوس دي كلها ليه. صحيح. عشان انت جيب دوري. اه. او تبعد في الدوري. او تلافس على التلاتة اماكن الموجودين. صح ولا غلط. انا فيها هداف. فعشان كي قلت لك فيه لعيبة. الأضواء الشهرة بالفلوس بالعربيات بالكلام ده كله. حرقتهم. اه. فيه لعيبة تحرقت. اه. لما زي انت زي متى بتكلم كده صدق. عايش امتى وصر امتى ورح امتى. يا حبيبي لا ما تخلص عيشها. اه. لانك انت النهاردة انت متش بتلعب لنفسك. ما انت ما بتخسر الجمهور ده بتحليق دمه. اه. احنا اياما كنا بنلعب لو تعديلنا ما بخرجش من البيت. صحيح. لو تعديلت مش لو خسرت. ما هنفعش تخرج من البيت. صحيح. صحيح. كروتك معاك. نلعب مع بعض. حلقة تختار كرت من الناحيتين. كرت ده هيطلع فيه السؤال حلقة تيراو وتجاوب عليه. والاسئلة كلها خفيفة ولطيفة ولطيفة. لازم اجاوب على العشر. عشر. اه. والاسئلة لطيفة مش الاسئلة اللي هي مستخبية فتطلع اسئلة. محباش انا دي خاص. لا لا ما بتبقى اسئلة لطيفة. محباش برضه حط حد قدام واجهة صعبة يعني. ستلاقي اسئلة كلها حاجات شخصية كمان ليه علاك بشغلك انت. لو انت مدافع علينا. اه. تفتكر تطلب كام في الموسم في ظل الملايين اللي اللي بتتدفع. حيلودي. موجود حاليا ده مش طبيعي. اه. ده غير طبيعي. ده مش في المنطق. لأسعار اللي انا اسمعها دي. مم. فطبعا فيه فئات. كنا بنشاهد حتى احنا موجودين في النادي. فيه حاجة اسمها فئة. فيه فئة أولى وفئة تانية. فيه فئة أولى وفئة تانية وبتاع. بعين ما بحطش راسي. يعني انا مثلا كمدافع. ومدافع كويس قوي. فانا مش هحط راسي براس المهاجم التقي الأول اللي هو يعني. اللي بيجيب الجوال. فاحنا عارفين امكانياتنا. صح. عارف ان الفرود لسعر. الديفندر لسعر. والمساك لسعر. صح. ففيه ناس بتتعدى المنطق. تاخد كم في الموسم عشان لسه عندي لعبة برة تانية هتتوض معاه. اما هو اللي النادي حطه. انا على فكرة عمرنا احنا ما كونا موجودين ولا عمرنا عن المشكلة على فلوس. ياعنة حاجة عشر اخد لعشر. حاجة خمستاشة اخد لخمستاشر. حاجة خمسة اخد لخمسة. عشر مليون حلوقين في المسا? في المتوسط اي يمشي. لكن الهو اللي هو و اللي خمسة و عشرين والتلاتين واللاربعين ده مش في المنطق. خلاله. نديف عشر. انا شايف لزا تاخد خمسة و عشرين برضه على Shawnicer. بالله كتير كتير. بس على dumu الهم دافعين بالله اخد خمسة و عش быть. والله multipls makeup. مني بكثير. في ناس قعمات كانت موجودة. وتأخذ أخذ أكثر مني أنا أضعاف أضعاف. والناس دي ما خدتش عقود. وبطلت ما خدتش عقود. عظيم. سؤال الثاني. ما الأحرف. شكبالة حماد عبداللطيف حازم إمام. ده أصعب سؤال جالي في حياتي. في حياتي. لأن التلاتة ممتعين. والتلاتة يعني أنا يعتبر يعني شبه العبت معاه. شكبالة يمكن ما عرفش جالي في الأخرى ألاقي من اللي أنا بطلت 2001-2002. 2002-2003 كنت في الكويت. هو جيب أعتقد لأنه بحكم أنه كان في الناشئين فأنا عارفه. ومن صغر لغات ما كبر من أحرف اللعبة اللي موجودة وشفتها بصراحة. حازم لا ما أدارش. استحيل. مستحيل أقولك من أحسن. لأن التلاتة أحرفهم بعض. اللي ما شافش حماد عبداللطيف. طبعا. ما استمتعش. لأنه لعبت معاه. أنا لعبت معاه. أنا لعبت 18 سنة. فلعبت مع كابت الحماد. في ناس كتير ما شافتقولش. حازم ما تقدرش تتكلم علي كلمة. شكبالة ممتع. فأصعب سؤال ما أقدرش أقولك. لأ التلاتة دول لأن كل جيل من كل لعب من دول كان جيل. كل واحد كل مية جيل. اللي ومتعته الخاص. أنا بقولك. في ما ينفعش. وتقول لي. مين أحرق. لأن كل واحد ليه متعة في نفس التوقيت في الزمن. تمام. فهتظلم هزلم اتنين لو اخترت واحد. لكن دول ما ينفعش. لا من دول دول حاجة ما تتقررش يعني. مش. اللي بعده. بيقولي لازم يختار فأنا بقولهم لا مش حليهم. لا صعب. 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 لا لأننا أنا مش هزلم. أنا بيعرفش هزلم. بصباح السنة حطيت نفسي مكانك دلوقتي. لا هزلم. يعني لو حد قال لي مثلا شكبالة. لا شكبالة ولا حزمة ولا أحمدها باللطيف. صعب. لا ما يفعش حد ما يتحطوش مع بعض. انتي تحطوه عشان تظلم. الوحيد اللي هيختار في الكسة دي اللي بيحبه يقرأ. يعني أنا بحبش كبالة أو بحب حزمة أو بحب أحمد عبدالطيف. لكن لو انت فير. لا ما أخطأ ما يفعش. متكلم كورة التلاتة حديثة. حط لواحد من دول معي اتنين. اه. ماشي. ممكن نقعد اختار. سهل. اي واحد من دول معي اتنين تانين. اقدر اختار. طبع. لكن دول مع بعض. فما ينفعوش لأن دول دول يعني حاجة حاجة كانت في الزمن ممتع. عشان كيف بقولك فيه لعيبة. أسعارها. ما يفعش. ممكن سألت بسيغة ألطف. مين من التلاتة دول ما يعرفش رقصك بسهولة. ولا واحد. ولا واحد في رقصك بسهولة. ولا واحد في رقصك بسهولة. عقولك ليه. اه. انا عندي كان عندي مشكلة بلعب. اه. الحريف ما رقصنيش. اه. السريع لرقصك. ما كنت سأقولك ما وشكبالة برضو كان نغة في الشباب وكمان كان عنده شوية سرعة. كنت ممكن تقولي مسلا شكبالة كان ياخد الكرة ويجر. ما على فكرة الشغل بتاعنا في التكتب بتاع المدافعين. اه. انت بتودي ساعات الفروت في اتجاه انت عايز توديه فيه. صح. ولو عدى فيه فاول بعرف اعمله. اه. تعمله بايه. تعمله بفاقد بعرف اخليه ما عديش. لو لو حاول راوغ. بس بيدي عن التمنتاشن. اه. في حاجات كده احنا تعلمناها. طبعا. شغلنا في شغل التخصص بتاعنا. اه. فشكبالة شكبالة عنده كان ميزا هو عنده السرعة. والمهارة. اه. حازن كم شغله على على بطة. طبعا. حمادة كان شغله في بطة. فده ما عارفش رأة اصلا. اه. يعني ده اعرف اتعامل معا ليه بحكم ان انا عيني على الكورة. مش عيني على جسم. اه. مش كبالة اقدر اوجيه. اه. يعني انا اه وجيها. حتى لو مهاري. مش اخد منك الكورة بس اخد الله اه. ولو راوغ. ولو راوغ فيه اعمل فاول. اه. مش اخليه عدد. اه. ليفوت يموت. لو بتلعب خماسي من اربعة اللاعبين اللي تختاره. على فقل الاربعة اللاعبين ما ينفعش بحريفة. اه. مش لعب. الخماسي ما ينفعش كله بحريف. ماشي. يعني الخماسي ده لازم بقى فيه. طب يختاري اربعة. ما هو انا ما اختار اربعة في خماسي فاني جي. عسنا انا. لا بلحتك بقى. يعني احنا الحين نلعب لطة خماسي. اختاري الاربعة اللي انت عايز تخده معك في جيلك في الشاب الصغير اللي انت عايزه. صعب اي ودي برضو. اه. اختاري اربعة. خمسة. اربعة. انا انا بحكم ان انا اتفرجت على حراس كتير في حراس كويس جدا. عندي كابتن عادل مأمور. كابتن عادل مأمور. اه. يبقى كده مع الازماء. كابتن اسماعيل يوسف وكابتن عادل مأمور. اه. مين تاني. انا في الزمالك. ماشي. اه. عشان برضو مطلعش برضو. مطلعش برضو. فاضل لك. فاضل لك اتنين. واحد حديفة. اه. ولا اتنين حديفة. ما هو ده بقى هي دي المشكلة. اه. انا انا هلعب مساك. وفي حالس مرمى. ماشي. الديفندر. واحد بقى قبل ميكر. اه. فاضل لك واحد. هي بقى المشكلة في اللي انت جبتهم لدول. اه. التاتة اللي انت حدتهم لدول. اه. بس هنا يا مسلا انا اقدر اساعدك. اه. هتقبت استبعد شكبال عشان انت برضو مش عايز واحد سريع وشويت. انت عايز واحد يلعب على الواقف. اه. مرد ملعب صغير. بريح. شكبالة برضو خمسة تقيل على فكرة. طبعا. طبعا. لا شكبالة اكيد لو لعب في بيتهم هيبقى يا جامد. اه. اه. بس اصد انا بسهلة عليك. يعني بنحاول ننزل بك. تايجي ليش فاي. هعط حازم. حازم. ليه. اه. لان حازم عنده ميزة انه يبقى بلي ميكر وفيروت. لانه يعني بلعب في الاتنين. اه. يعني حازم مش عشان احرف. عشان هو حازم بقدر يلعب في الاتنين. اه. يعني حازم مش ع احط نفسي. ما انا ممكن احط كابتر ابرهام يونسف. انا عايز التلعب. انا عايز التلعب. السؤال بيقولك انت هتلعب معاهم. يعني مش. تحط نفسي. ما انا عارف. وفي حسن مني. وفي حسن مني. ما انا عادي لي دفعت من البلعة. لا كلهم طبعا. كلهم هيب كبيرا وعاصم. المهاجم بقى. دي بقى صعبة اوي. لان المهاجم يعني كابتر حازم شحاطة طبعا كان حاجة من الحاجات. الاتقيلة كابتر جمال عبدالحميد. كان من ناس عبدالحليم كامل عندي. هتأخذ مين فيهم؟ ما أنا مش عارف هحط مين؟ أنا هستأذنهم كلهم كده أخذ كيف تحصل كيف تحصلش حاجة؟ آه عاصر يلا ناخد السؤال لبعد أفضل مدرب تعاملته معه كلاعيب ولا كرجل مدرب؟ لا كلعب كلعب؟ كابتنا بورجيلا وكمدرب وفيه كابتنا بورجيلا كان كويس فيه كابتنا بورجيلا ليه؟ ليه؟ بحكم أنه هو ليه؟ ليه فضل عليه؟ لكن هتعملت مع كل المدربين كويسين كابتنا حوض صعد كما هو كابتنا بورجيلا مش عايزة نتسحة كابتنا حسن كابتنا فيه ناس كتير اتعملت معها مش عايزة نتسحة بس أنا بتكلم ليه؟ لأنه ليه فضل أن أنا أول واحد طلعنا لعب فريق أول وأول مطش لعبت معك كابتنا بورجيلا وخدت معك أس مصر وانا لعيب مع كابتنا بورجيلا هاي شويل لبعد لو لم تكن مدفعا إيه أكتر ملعب تحب تلعب فيه أكتر مركز أكتر مركز وأنا أصلا مش مدافع أساسا الناس بتعرفوش أنا أصلا مش مساك ولا لبرو أنا رجع لجب نص ملعب أنا ديفندر فده المكان اللي أنا بحبه لأن أنا كان عندي حاجة الحمد لله دي كانت مميزة بالنسبالي إن أنا بعرف أقطع وبقى بعرف أبقى بليميكر فديلي كان بيميزك كان بيميزك عن بقية الناس إن أنا قدر ألعب مساك و لبرو ودفندر ففيه ناس كانت أحسن مني في المراكز كلها بس أنا الميزة عندي إن أنا كنت جوك إنت بش عايزني مثلا زي كابتن بورجيلا كابتن بورجيلا لعبني نص ملع بدايتي كابتن جوهري كان بلعبني ورا مدافع ولما لعبت كاس أم أفريكية 98 لما أخدناه كان بلعب نص ملع فأنا كان الميزة عندي إن أنا طف تحرك في الملعب زمان المختلف ناخد اللي بعد مين اللاعب اللي أنت شايفه خليفتك في الكرة المصرية شبهك بتحس إنه قريب منك أنا فاهم مش خليفة خليفة لأن أنا عندي عندي مشكلة إن أنا أنا ما فيش لبرو فالموضوع انتهى بس اللي بتاعف تطلع بالكرة كويسة اللي بتاعف تتحرك فقط من المركز والله أنا شايف اللي جاي هو مش ما أقول شبهي يعني فيه لعب أسامة جلال أسامة جلال ده لعب كويس وده جاي وأنا ما كنت موجود مع كابتن كارترون كان موجود هو متخب أولمبي كنت مرشحه وإن هو يكون موجود في الزمالك قبل ما يمشي كان فيه كامل عيبة كنت مرشحه كان من هو أسامة جلال ده مسات جاي هادي ما بيعملش مشاكل بسمع له الصوت صح بيشتغل بس بيعرف تطعب الكرة صح كان موجود كنا بنشتغل على أسامة لأننا كنا نعمل حسابنا إن إحنا مكملين فحصل بقى الكورونا وأنا ما كملتش والراجل ماشي فكنت بعيدته لأسامة كنا قيل اللي يشوف الأسامة اللي إحنا ممكن ندعم بيها فكان منهم الناس دي مدارب ظلمك ولا تنسى ما حد سمعه منه معك أوتوفيستر منسهوش ظلمني في مكان موجود ومعرفش ليه لأن أنا جيت في مواطش من المواطشات أول مواطش جي فيه كنا نحنا بيلاعب الأهلي وهو ما كانش موجود كان موجود كابت حلمي طولهنا هو اللي كان ماسك قبلها ويبيعمل تاكتك ويبيعمل طرق الله بيعمل كل حاجة فكان عندنا مشكلة إنما مافيش مستكين وأنا جالي حاجة في الخلفية فأنا كنت موجود في الإسماعيلية فالراجل ده ما كانش موجود ما كانش يعرفني ولا أنا عرفه فأنا لعبت وأنا عند مزق كانوا ياخدوني نادل إسماعيلي يعمل لي جلسات ناس محترمة جدنا في الإسماعيلية كان ياخدوني يعملوا الجلسات وارجع على التمارين كنا معسكرين في القرية الأولمبية هناك فكنت مصاب فاطريت ألبس فقد عشان ما فيش حد وانا وكان ساعتها بعتقد كان ساعتها كان مشي متحت أو هيسن فاروق كان جاي كان فيه حاجة كده تبادلية فما فيش مستكين فانا قلت لازم ألعب فلعبت وانا ممزوء وعند مشكلة فجيت الرجل انت كنت وحش انا استغربت فحصل بين صدامنا وهو وفجئت انه مش يعني مش حاب انها بقى موجود وانا مش حاب انها بقى موجود معايا وبعدها طلبت ان انا مشي اروح للكويت جالي عقدي من الكويت فسبت النادي ومشيت لعبت في الكويت فده من الناس اللي خلاني سبت النادي ومشيت ومعرفش انا يعني هو ليه كان وغض موقف بالنسبالي وانا مكنش عندي أزمة معايا ايه الغلطة اللي عملتها ولو رجوع بيجي الزمن ما تعملهاش انا فيه موقف فيه غلطة غلطة انا انا اثرت فيها انا كنت جالي كنت قلع منتخب مصر وناد زمالك وبتاع فحصل لموقف ان انا جيت اتصابت في السوبر فالسوبر ده كان بين الاهل والزمالك حنا خدنا في جونسبرج وانا رحت منتخب وبتاع فحصل ان انا حصل اصابة فروحت عملت عالمانيا قالوا لا انت عندك قربات صليبي لأ هنعمل لك فجأة لاتهم عملي له غضروف اصحابي بقى خدونك كده رحنا فايد عندهم شليو رحنا لعبنا كورة بتاوكيش خلصة خفيت فانا عادي اشوف رجلي خفت ولا لا يعني انا نزلت لها راح الغضروف مقطوع راح ترايح وانا مصاب عملت عملية تانية دي بقى اللي اعادتني كتير فطرة كبيرة جدا اثرت على حياة الرياضية سبحان الله اثرت على حياة الرياضية لانا بعدها عملت عملية اصبح الغشاء الغشاء السينوية التعربة بيفرز ميا من قطب العمليات فاصبح دي اثرت علي سنين في حياة الرياضية لو رجع بالزمن مش هلعب مش هعملها ابدا لا خذ السؤال بعدي كده لو انت مدرب الزمالك تحب مين اللاعب اللي تختاره من الاهل والله بص دي مشكلة الزمالك معندوش نقص يعني انا معنديش في نادي الزمالك اقدر اقول ان في حد يعني لعبت الاهل كلها كويسة قوي لكن عن عندي في الزمالك لعبك كويسة لكن لو تقولي لعب كنت تحب وموجود عن مثل اقول لك عبدالله السعيد عبدالله السعيد اه لكن مش شرط من الاهل انا كنت اتمنى ان عبدالله السعيد عبدالله السعيد يبقى في الزمالك وكان ممكن بقى موجود من فترة كده لكن الظروف مساعدتش يعني مين اكتر مهاجم لعبت عليه وتعبك اتنين اتنين ومنهم واحد كان معايا في الفرقة كان مجد الصياد بتاع الاسماعيلي وتمر النحاس وايما منصور انا باعرفش ألعب ضد اللعيبة اللي هي ما باعرفش ألعب لان فيه التحامات وقوة وصراع وازمة اللعيب اللي هو بيبقى زكى حرب زكاء بزكاء انا وانا وانا وانت لكن هتخش بقى كوع ورجبة انا باعرفش ألعب انا باعرفش ألعب لعب معايا من ناشئين من صغر كنا احنا الاتنين جيل واحد فكان يلعب أصادي في الناشئين وكان يلعب أصادي في الفرقة فمين بيكسب؟ انت والله هو اسأله اسأله اسأله؟ اه في الناشئة احنا كنا كويسين قوي اسألت كابتن كبير كابتن روس الحديق دايون يقول لي كنت برقص اي حد انا لسه بقولك ايه اه بقولك يرقص اي حد لكن جيل نحنا كان جيل قعدنا خمس سنة ما بتغريبش مطش انت عفية ما بتغريبش مطش خدنا بطولة الجمهورة من الناد الاهلي وكسبونا مرة بالبلينات في مقلك فلما كان بيجي لك ما بيعديش؟ اسأله هو اسأله هو اسأله كان من لعبة الحريفة قوي اللي كنت تقل تخش عليه اللي انت مش عافها عد بقاني رجل صح يمينه لشمال صح فوليد من الناس برضو اللي هي كانت متعبة كابتن سامي شرفت ونورت تحوار معاك ممتع ومفهود ما يخلص حبيبي حبيبي يا كابتن سامي اسلام لي يا حبيبي خطو عزيزة والله خطو عزيزة شكرا شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم يا عرم بحضراتكم مرة اخرى فقرة دي هتبقى مطيفة ان شاء الله يعني هتبقى ممتعة بإذن الله مع حضراتكم فيها كلام كتير عن اللي بيحصل في الكرة الاوروبية وفيها شوية لا بحلوين برضو نتسلى فيه مع حضراتكم مع ثلاثة من الأصدقاء الأعزاء اللي دايما كلامهم في منتهى المتعة دايما بنستفيد منهم ودايما كلامهم في الجول جمال مشرف ومنور عامل ايه؟ كله حل ياهوبة مشرف ومنور كالعاد نورك يا كريم ومنور الأصدقاء الأعزاء حبيبي محمود توحشني حبيبي يا كريم الدول الإنجليزي واخدك مننا كتير بقى تعالف البرامج واللي بتقصر فيها الدنيا دي محمود فيديوهاته على الفانسي بريمي اللي جي حاجة عبقراية يعني جراب بتوزد بس لا يا عصية عاملة زي انت ونصيبة بس طيقة هي ونصيبك وشوية حاجات تانية هنرجع فيها المحمود يعني بعد شوية بس هاي زيبدأ بسرعة كينا نعمل برفيو على اللي حصل في الدولات الأوروبية الكبرى وتحتها الأسباني الإيطالي وأكيد الإنجليزي الأسباني ريال مادريد عامل مطش حلو جدا قدام عتلتكم مادريد في غياب كريم بن زيما ما حسيتش بتأثير كبير من غياب كريم بن زيما برشلونة طبعا بلباندوفيسكي مقصر الدنيا وراجل شارخ يعني هو من هنا في أسبانيا وهلند النحط ثانية في إنجلترا اللي بيحصل في الدول الأسباني السنة دي شايف أو رأيك فيه حتى الآن طيب فيما يخص منافسة ريال مادريد برشلونة فهو لا جديد يوسكر أو قديم من يعاد إلا في حالات استثنائية دائما ريال مادريد برشلونة التنافس المعتاد ريال مادريد بدأ بداية هي الأبرز في أكثر من 53 سنة بريال مادريد ما بيكسبش لست مباريات الأولى دي 18 نقطة من ست مباريات قادر منه يتخطى صعب كتير مركات ريال مادريد لما يكون الأنجح أو كما يطمح وشاء الميرنجي إنه يكون بالشكل أو بالحجم ده ما كانش فيه تعقدات كتير غياب كريم بن زيما إنه قادرين يتغلبوا عليه في مباراة يمكن أتلتكو مادريد برضو عشان نحط الأمور في نصابها ليس فيه أفضل حالاته بداية مهتزة جدا بداية الموسم الحالي لكن الفوز في الكلاسكو وإنك تقدر إنك تكسب في ديربي أتلتكو مادريد وتقدر إنك تتجاوز فيه غياب كريم بن زيما تحسب طبعا ليه ريال مادريد برشلونة قبل برشلونة سألت السؤال ده من كم يوم لهوبة وأسأله لك برضو سيميوني هيكمل مش مع أتلتكو مادريد قال هل فكرة سيميوني وأتلتكو مادريد دي فكرة مفوضة تكمل ولا خلاص كده جابت أخرها؟ لا أعتقد إن سيميوني خلص كل اللي يقدر يقدمه لأتلتكو مادريد لكن نروح بقى للجزء الأواني من السؤال هل هيكمل ولا لأ؟ ما ظنش إنه هيمشي لو فضلت الأمور كما هي لاي الأمور في الأفرج بتاع أتلتكو مادريد إنه يفانش يدخل لسنة جالد شامبينز ليج لو الأمور مشت في السياق ده لكن الأمور سائت أكتر من كده طبعاً هيتم إقالته لكن أعتقد إنه إدارة أتلتكو مادريد من الإدارات الصبورة جداً على المدربين تاريخياً حتى بعيدة عن سيميوني فأعتقد إنه هيكمل لكن ما ظنش إنه هيبقى فيه جديد يقدمه سيميوني خلال الفترة اللي جاية برشلونة برشلونة بدأوا بداية مهتزة جداً تعايدوا للناس كلها عشاء برشلونة جالهم إحباط إنه بكل هذه الصفقات والتدعمات وكل النجوم والأسماء والترميمات اللي فيه فرقة برشلونة بيتعادلوا فيه المباراة الأولى لكن سرعاً اللي حقوا نفسهم بسرعة يعني خمس مباريات مكسب قال له الفرق مع ريال مادريد المتصدر لنقطتين أداء ماشيين بمستوى سابت جداً سواء فيه للشامبينز ليج أو في الليجة فأنا شايف إن برشلونة الصراع ده هيكمل لفترة طويلة وإن كان رغم إن برشلونة هو في المركز الثاني أعتقد إنه برشلونة لو استمر على الكرف ده أعتقد إنه في السنة دي هيخد لقب أي إن كان اللقب إيه أعتقد إن برشلونة هيخد لقب بشكل ده شايف إنه أبرد سبقات برشلونة بعيدة عن ليفا طبعاً طبعاً ليفاند فيسكي رقم واحد يعني بعيدة عن أي كلام لكن مقدرش أقولك لأنه لسه محدش نور قوي لكن يعني أقدر أقول رافينيا مباريات ومباريات فرانك السيف مباريات ومباريات كريستيانسل لعب شوية وقعب فأعتقد إنه هي التدعمات ككل أنا أعجب من كونديا المجموعة كوندي طبعاً لعيب مهم جداً لكن كونديا حتى يتحرك كتير شوية يتحط في الرايت باك شوية يتحط في السنتر باك فأعتقد إنه مع المباريات هو قطعة أساسية طبعاً عند الشعبي لكن إنه يثبت في مكان من الاتنين أعتقد طبعاً هيدي تأثير كبير جداً أخذ تلاتين ثانية مع فريق لازم تدي له حقه يلا ريال بيتيس ريال بيتيس مع بلجريني اللي عاملينه السنة دي ده أنا ما شفتوش لريال بيتيس في تاريخي أو ذاكرتي أنا يعني ما شفتوش فرقة بتلعب ست مباريات بالأداء والمردود ده وإنه هما يبقى عندهم واحد بينافس على خلاسيس بينافس على هداف اللي جا ست أهداف في ست مباريات وإنه هما ياخدوا خمستاشر نقطة حتى المباراة الوحيدة اللي خسروها من الريال الاتنين واحد كانوا مقدمين مباراة قوية جداً جداً فريال بيتيس إنه هما في المركز التالت فرقة ثلاث نقاط فقط عن ريال مدريد ونقطة عن برشلونة أعتقد إنه هما لا مقدمين بداية سيزون ولا أروع في تاريخ ريال بيتيس مع مانوة البلجريني شوف الرجل ده إعادة حزين لو سألتني إعادة حزين ليه؟ أقولك حزين عشان هو عرف إنه هيتكلم عن يوفينتوس دلوقتي هيتكلم عن طريق إيطالي هيتكلم عن طريق إيطالي وكده هتتكلم عن يوفينتوس خصة حزين خصة حزين إلي بيحصل ليوفينت السنة دي صحيحة وعلى فكرة الإنتر برضو مش في أفضل أحواله تتكلم حتى ميلا مش عبداري إيس روما كان ممكن يحصل تحوالات حلوة بالتصفقات مع جوزي مورينيو برضو ما شفناش ده وتمكين نابلي هو يمكن العلامة المضيئة يمكن في الدولة الإيطالية طبعا والعلامة المضيئة الأكبر هو لعبهم الجورجي اللي مكسر الدنيا ومش مكسر الدنيا بس بأداية قولي عم مكسر الدنيا بس باسمه كمان اسمه طويل جدا وصعب جدا لأنه يعني بيتم اختصاره بكباره خلاص يعني لعيب كبير قوي نابلي وأتالنطا هم النقطة المضيئة اللي موجودين في الدوري هم الفرقتين اللي لسه مخسروش لغاية دلوقتي هم متصدرين الدوري إنتر ميلان مع سيميوني الموضوع مش سيميوني إنزاجه طبعا مش ماشي زي المخطط ليه وفيه كلام إنه ممكن يكون أول حتى كمان قبل أليجري مع اليوفانتوس لأن أليجري ليه وضع كده معين مع اليوفانتوس الشرط الجزائي بالضبط الشرط الجزائي إن اليوفانتوس هيدطر إنه هيدفع سبعة وعشرين مليون غير كمان الدرائب بتاعتهم فالموضوع ممكن يوصل حاجة وثلاثين حاجة واربعين مليون لليوفانتوس لمجرد بس التخلص من أليجري وعدم استكمال الموسم فيه كلامة قال بالنسبة لليوفانتوس بالمناسبة إن كونتي أبدأ رغبته في العودة لليوفانتوس أنا مستبعد الموضوع ده تماما لأن كونتي كان ماضي مع توتنام سنة ونص وعقده يخلص الصيف الجاي كونتي مش هيلاقي فرقة ميزانيتها مفتوحة يعني مش هيرجع الدوري إيطالي تاني اللي ممكن ميزانيت أكبر فرقة فيه تيجي كانتدابات يعني نص توتنام فأنا أحس إن هي شوية مراوضات كده من كونتي عشان يحصل على العقد طويل الأمد مع توتنام اليوفانتوس إنتر بنسبة أقل شوية ميلا طبعا بيعانه مش عشان كمان هما فنيا يعني في مستويات قليلة شوية وفيه لعيبة كتير قوي في الثلاث فرق مستويهم قليل الإنتر يمكن شوية متأثر بالغيابات خصوصا لوكاكو اللاعب المهم جدا فيه هجومه واللي كان إنتر مركز قوي في سوق الانتقالات إن هو يجيبه لكن فيه تزبزب للمستوى تبير قوي في فرقة ميلا وفرقة اليوفانتوس بالنسبة لميلا احنا منتكلم على رفايل اليوم بدأ الموسم مش بشكل كويس وكان متأثر قوي بالمفاوضات اللي كانت من الدولة الإنجليزية وخصوصا شلسي اليوفانتوس مش مفهوم التعاقدات كانت تعاقدات تعتبر تعاقدات قوي قوي بس طبعا في نفس الوقت برضو التعاقد مع بوكبا وقصبته ديمارية وقصبته ورجوعه وطرده بنتكلم على كيزة أهم العيب في اليوفانتوس الموسم اللي فات قبل الإصابة بتاعته بالصليبي كل حاجات دي مأسرة لكن في نفس الوقت برضو أليجري مختلف عن الولاية الأولى ليه مع اليوفانتوس حتى كمان بقى مستفز شوية في التصريحات بتاعته بعد النتائج السلبية دي حاجة ما شوف نهاش من أليجري في الفترات اللي كان ماسك فيها في الولاية الأولى أتلانتا ونابولي بيلعبوا كورا ممتعة كورا مش معتمد على نجوم بشكل كبير حتى يعني مثلا زي دريس ميرتنز مثلا واحد الهداف التاريخي بالنسبة لنابولي مش موجود ورغم كده اللي موجود بيقدي أداء كبير قوي بنتكلم كمان على جوفاني سيميوني اللي ليه دور مع إصابة قسم مهاجمهم الأساسي طبعا اللعب النيجيري أتلانتا برضو عندهم فرقة كويسة بس أنا أستبع طبعا بالنسبة لأتلانتا ونابولي أن هم يكملوا كنفس طويل بروما معودنا دايما أنه بيعنده أسامي وعنده شكل كده يعني بيلمع كده من بره لكن نفسي روما ينجح مش حبا في روما بصراحة لقد محبا في جوزيمورانيون يعني وهو كل المتابعين الكرة الإطالية ما عندهمش يعني عندهم صفت سبوت كده لروما وخصوصا كمان وقت طويل لكنه مع الدول أسباني الدول الإطالي نروح بقى ليه الدول الهلند الدول الهلند هو مش دول إنجليزي بقى الدول الهلند إيه اللي بيحصل في الدولة الإنجليزية؟ أخي، كل مباراة، مش كل مباراة، كل ثلاث دقائق في أي مباراة في الدولة الإنجليزية ممتعة. كل سنة بيزيد أحلاوة عن اللي قابلها. يمكن كمان الدولة السنة ليس لدينا حد سيتي اللي هو هالند و 11 جونه وبتاعه. لكن سيتي في الملعب مش هو نفس سيتي حتى اللي كان قابل كده. فكل الفرق لسه، النايتروس مشتغلش. صح. بس فيه فرق مقدمة حجاب بتلمع. يعني لو خدناهم كده من الأول للآخر، أرسنل مع مايكل أرتيتا أول موسم السنة دي مبعد الصفقات اللي اتجابتلو. بدأ بقى يدخل فيه، خرجنا من المرحلة بتاعت إن أنا مدرب جاي بتعرف على الفرقة. مدرب ببني حاجة لقدام معايا جيل شباب، لأ دخلنا في المرحلة بتاعت إن إنت وجودك في الطفور إلزامي. عشان ما بعد كان إلا نشوف إنت مدرب تقدر تكسب دوري ولا. صح. مايكل أرتيتا مع أرسنل بدأ يغير الحاجات اللي كانت مشاكل كبيرة بقالها فترة مع عناي إمري. واللي كانت موجودة حتى في نهاية أرسنل فينجر إن فريق كان عنده شخصية. أرسنل حتى وهو بيتغلب في ماتشاط كان بيظهر إن هو فريق عنده شخصية. فريق يتغلب من سيتي 5-0 الدور الأولين السنة اللي فاتت. الدور الثاني بقى المبارة ما ممتازة ولولا طرد وعتقد إنه كان كمان يستحق ضرب الجزاء في المبارة دي. انتهت المبارة في النهاية 2-1 لسيتي ولكن كان فريق ظهر بشخصية أقوى. ده بدأ بايا نعكس أكتر السنة اللي. الفريق اللي كان عنده لكازيت أوبو مينج. أوبو مينج ما بعد التجديد ما بقاش هو أوبو مينج. لكازيت مهاجم بديل وبعد كده المشاكل والخلافات وخلافه بقى عنده جابريل جيسوس. مهاجم بروفايل مهاجم. هيضيع فرص هيضيع ولكنه موجود في العمق وموجود على الطرفين بيدوله إضافة لمنتظرة. التدعيم أو اللعب كله على ناحية الشمال في وجود زنشينك ولعب جديد. من حالة تانية في باك ما بيزيتش كتير. فهو عمل حالة اللي فريق أعتقد أنها كانت ستبقى أقوى وأقوى. لو جاب لعب وسط تاني يبقى موجود مجال جرنيتي تشاك. تشاكة قدم موسم كويس حتى الآن ولكن مش لعب كورة زي ما كان حد زيوريتي اللي مثلاً كان هيكون موجود. فحالة أرسنال بالنسبة لي حالة منطقية. وارتيتا السنة اللي فاتت عدم وجوده في الطفور مش مشكلة خالص لأنه ما كانش منافس أصلاً على الطفور هو اللي خلال من نفسه. ماتشي سونايتل بقى. بتدعيب سيتك شوية أو لا؟ أه الفرق. مجلد دعاني بيعاني زي في ماما ماتشي سونايتل. طبعاً لا بس حاله أفضل كتير. الموضوع مختلف بسراحة ما بعد أول مقاراتين وأنا كنت الرغان الأكبر في ماتشي ليفربول تحديداً. أن التنهاج يبقى يغير في الأسماء. أنا مش عادي أشوف نفس الوشوش اللي اتغلبت في أول ماتشين أو اللي عندها مشاكل بقى لا فترة. اللي هم عادوا رأسهم طبعاً هاري مجوار لوكشو كان فريدو مكتوني ولكن مكتوني تحول ما بعد وجود كاسيميرو. فكان نازم يغير الوشوش. هو غير الوشوش. فران هو مارتينيز تنائية منتازة جداً. مارتينيز ده كمان نجدة. نجدة بصراحة. وأنا عجبني جداً في مارتينيز على فكرة فكرة إنه كان فيه تنمر على طول قمته يعني في أول كم موبران منتشستر يونيتد. وهو يعني سد ودانه على كل الانتقادات دي وقدر إنه يثبت إنه هو واحدة من أفضل الصفقات لمنتشستر يونيتد في خط دفاعه في آخر 3 أو 4 سنين. من قبل حتى ما يجي أرقامه في الارتخاء في الهواء. أعلم مضحيش في الدول الإنجليزي أعلم من ليندلوف اللي هو كان زميله. أعلم من إمريك لابورت اللي بلاح في السيتي. في مارتينيز أنا سعيد بيجي لأن الصفقة الأبرز في منتشستر هو كريستين إيركس. لعب جاي بري. كل الكلام أو الاعتقاد إنه جاي عشان مات خرج فهو لاعب سكواد. ولكن هو تحول لأهم لاعب في نصف ملعب منتشستر يونيتد. بالنسبة لي ده الصفقة الأبرز. دي جدلوا وتحولوا من إنه كان مجرد لاعب خرج على ميلان ورجع. لاعب بديل فقط هو بيحاول يجري بس بيقدمش جديد لواحد من أهم مفتاح لعب منتشستر يونيتد. لسه سانشو ملمعش أنتوني بدأ أو ماتش يسه برضو هيخد وقت. فالجزء الهجومي تحديدا في منتشستر يونيتد هو اللي محتاج شغلة أكبر من تنهج. لكن فريق وقف على الرجل وتحول من هو فريق مهلهة. تقريب من برايتون فولترافورد تقريب أربعة من برينفورد. لأنت فريق بتكسب ليفر بول. بتقريب تكسب أرسنان. تحدي طبعا قدام الوحش بعد التوقف الدولة السيتي. ليفر بول بقى وضع ايه؟ الوضع في شيء كثير أهو يا كريم. يعني في ليفر بول الموضوع مشاكل مدرب ومشاكل مستوى لعيبة ومشاكل خطة. فخلينا ناخدهم كده حاجة حاجة سريعة في ليفر بول. فريق الفندايك من بعض الإصابة مستوى أقل كثير. وغياب ماتب اللي كان الموسم اللي فات مقدمه موسم ممتاز وأعلى من فندايك. في رأي واحد من الأحسان تلاحين في الدولة السنانية اللي فاتت. ما كانش موجود في البقية الموسم. أرنولد كده كده قصة المساحة اللي في ظهره والكوميكس والإفات هي موجودة طول عمرها. ولكنه قبل كده كان في حد بيشيله. اللي كان بيشيله مين؟ كان بيشيله هندرسون لما كان بيرجع غطي وراه. كان بيشيله فندايك أو ماتب اللي بقى مال فيهم في النحية دي. فدي ما بقتش موجودة. بالتالي أرنولد اللي هو بيزيد هجوميا بقى فيه مصايب ورد فعيل. السلاسيو اسطة ملعب ليفر بول. فابينيو السنة اللي فاتك كان بيلعب لواحد ورعب طول الموسم. كان مجهد وتصاب. هندرسو المستاطر راجع جدا. تيجو ألا كنتارا تصاب في باية الموسم أول ماتش في الموسم. إليوت لسه قدامه شوية. كارفاليو فابلو كارفاليو لعب ممتاز جدا. ومهيبه عظيمة جدا لكن لسه قدامه شوية. ما كانش فيه تدعين في نصة ملعبه دي كانت أغرب حاجة. في المركاتو بتاع انجلترا كله بلا منازع. ان ليفربول خلص السوب من غير ما تجيب لعبه ستاني. مع الإضافة الجديدة ان انت خرجت ساديو مانيه ودخلت داروين نونيز. فبقى المطلوب من داروين نونيز هو مش ساديو مانيه خالص. هو مش لعب يسقط ودي مساح الزمان. وانهو بره منطقة الجزاء كارسي. هو مهاجئ. تخطه في المنطقة هتلعب له أوفرات او تلعب له عرضيات من لمسة واحدة هيفنش. وهيفنش وهيجيب عدد جوان كويس. بس قصة ما يخرج من مطلوبه هو كورتوس سيئة جدا. فدي كانت حاجة انا كنت متساور ان هيبقى عدد العرضيات كتير من أردند وروبرتسون. لان فترة قوم افريقيا السنة فاتت لو انت فاكر لما جاب صباح وماني. لفربول اللاعب تلعب ماتشاوت. ما عملش اي حاجة غير ما يلعب عرضيات من كل حتة. لجوتة وفرمين. وجاب منها جوان. فتوقعت ان دي تحصل. وطبعا الحاجة الابرز والكبيرة ان انت بعت اكبر مصدر تهليف لك في الفرقة. معنى الجون. صراح تحول اللعب خط. ما بقاش من جناح اللي هو بيعطرق لجوه. مع وجود ان انت منتظر ان انت ده اللاعب الهداف. ده الهداف بتاع فريقك. وحتى لما اتطرد داروين نونيز وطلق ماتشاوت. صراح فضر على الخط. فده مشكلة كبيرة. بدأت تتحول من الشوت التاني في ماتش نيوكاسر. وبعد كيه ماتش ايفرتون وماتش اكس في دارو الابطار. فده المفروض ان هو يكون مؤشر ان ده لازم يحصل. مع الحاجة الابرز في ليفربول اللي هي اسطوب لعب كلوب الاصلية. ان هو بيضغط ضغط عكسي. ضغط بكل جنون في الملعب عشان ياخد الكرة بسرعة. دي مش موجوده خالص. مشاكل. طيب هابط كلمة من كل واحد قبل ما نروح بقى نلعب شوية. عن الكائن الهالند. هالند مهوبة كبيرة جدا. من قبل حتى ما يجي. من قبل حتى ما يجي من اول ما طالع في البونتوسليج. الرهان كهو الراجل كسب الرهان من بدايته. الناس كلها كنت تراهن انه الارقام اللي بيحققها هالند هي مرتبطة ان يلعب في البونتوسليج. فانه انه يجي من البونتوسليج. يجي بنفس الارقام دي. الراجل كسب الرهان قدام الجميع. طيب دور انجليزي بقى اللي كنت تعمله فرماية ده بشكل. اعلى لفل كورة في العالم الراجل. ما عندوش قزمة قدام اي منافس بأي شكل بأي طريقة. ليه كلمة حلوة عن هذا. انا يكفي عبقرية هالند في انه يغير فكر جوارديولا في الاعتماد على مهاجم رقم 9 صريح. هو بيدي له كل حاجة. كان جوارديولا بيستغنى عنها بعدم اللعب بمهاجم رقم 9 صريح. وبيلعب بشادو سترايكر. او ما بيلعبش بمهاجم 9 صريح. بيلعب بباشن رهيب جدا. مباشر جدا. كل ما بيستلم الكورة بيروح هالجون. رغم اي مدافع ممكن يقبله بيروح هالجون على طول. فلا لعيب عبقاري. لعيب ما بيحصلش للمرة كل عشان. شاهل حاجة الهالند شفته بسيسلي جدا شاهل حاجة الهالند. موضوع هو هالند اكتر من ان هو مهاجم في البوكس بيجيب جوان. لا هو بيتحرج بشكل مرعب. وبيضي مساحة الزميله بشكل ممتاز. فهو بيجمع بين ان هو مهاجم 9. وبين هو لاعب يفضل مساحة الزميله. اللي هو الحياة اللي بيحبها بيبجورديولا. مع العلم ان هو مازال لما يستخدم واحد من اهم اسلحته. هو ان السيتي يبقى مغلوب او متعادل. وخاطت هالند في المنطقة وبالعاب له عرضيات من كل اتجاه. دي ما حصلتش غير في لقطات صغرقة وماتش كريست البلاس. ماتش كريست البلاس تلاتة اربعة دقايق. اللي هو جفيها ساعتها الجول. اسطن فيلا يعني كانت شروع بتاني شوية. كان فيه تقفيل او بتاعه. لسه بقى مشتناش ده بشكل مركز. ان هو يحط في المنطقة وبالعاب له عرضيات من كل اتجاه. ده فيلم الرعب جديد لسه. هنروح نلعب شوية. بس هنروح للفاصل وبعد الفاصل. هوبا مجايز لنا شوية لعب حلوة كده. وحنا اتفعى النهاردة نحن نجي نبسط. سعر. قصير ايام مجايزة. كيف قد هيت. ماتش داولة مصري. شوية تراحب. فهوك نلعب شوية. هنروح للفاصل لسه بكمين هذا الحوار الممتع جدا مع جامي وهوبا ومحمود. خليكم معنا. هنبدأ اللعبة من عند هوبا. هوبا بقى شايل لنا لعبة. هيقعد يسألنا واحنا نجاوب. ونشوف مين فينا اللي هيكسر. كلنا هنلعب مع بعض. وحالكوا بتلعوه معنا. هنقول لأسئلة. وانت قد بقى فكر معنا. ونقول نتسلى شوية. فضل اهو. طيب. انا حبيب خياركو. حابين نسأل على ايه الاول. عندنا دوري انجليزي. عندنا دوري اسباني. عندنا دوري ايطالي. عندنا شامبنز ليج. وعندنا محلي. براحكو. انا براحكو. انتو عايزين. هودا. تختاروا ايه؟ هات اللي عندك. هاتوا نشوف. هاتوا رفعون كريم. الاسئلة منين. ما جارب اوشي. ما جارب اوشي. طيب. عايزين اتنين لعيبة. تمام. واحد وواحد. اتنين لعيبة. خدوا دوري الأبطال. سنتين ورا بعض. مع فرقين مختلفين. سنتين مع بعض. سنتين ورا بعض. مع فرقتين مختلفين. حلو. 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 حلو جميل. اتنين اللعيبة. خلينا نسهل بقى شوية الموضوع. يعني. بصوا في التسعينات. سيدورف. سيدورف. لا. لا. تسعينات. 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 فيها في الألفنات كده. اه. ايطاليا. 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 مائش. 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 حالو. محمد غدار. حالو. ثانيا ياسا محمدي. حالو. اه. 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 رامنسي صالح. رامنسي صالح فلسطين. حالوة. محمود وادي. محمود وادي فلسطين. حالوة. اه. اتقلت لعب أسويلا يابقى الزمالين. لا. لا. محمد صالح. بيلعب في المصري. صح. تمام. معيد العجان. جميل. ياسا الحمد. نصر. جامد. بيلعب في قطر. اه. اه. احنا قلنا ايه. اه. 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 في واحد كان سوري بيلعب في ودي دجلة. اسمه. اه. اه. مراوان البوشي. الترسانة. مراوان البوشي. هلو. لا مهند. مهند بوشي. في اه. السوري. عبد الفتاح. عبد الفتاح. ومهند السوري كان موجود في البرامد السنة اللي فايتها والعب لها. العيوني. لا 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 مش. عمد السعودية. والله قلت لقد ما قال. كان بلعف الهلال. عمر خريبين. عمر خريبين. عمر خريبين. صح. عمر خريبين. انا بديهم جنسيات. اه. 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 دي حاجة فيها. طب ده حل. محمود عندك سؤال. مصطفى نجم. مصطفى نجم حلوة. مين يا حبيب يا يخش معنا بالأسالة. طيب. ممكن نسأل سؤال سهل. العيبة لعابه الأهلي والزماية كل اسماعية. احمد سمير فرق. احمد سمير فرق. احمد سمير فرق. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر. امراهيم سعيد. امراهيم سعيد. اه. 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 هاني سعيد. وهمات حضر. وانه سعيد.. هاني سعيد. حضر سعيد. محمد عبدالله. شخص ثاني. طيب اتنين مدربين ضizen locals والزمايلي. سهل. كانت محمود الا الجهر؟ كريم بامو بسaly والزمايلي اسماعيل منجي عليا. صح. صح كريم والزماك اسماعيل صح. احنا قلنا كنات محمود. طيب tema اللون كائلون. اقلوا زمالة كرتيرون والو strings احلا حاجة بكتب أن unnecessary هناك أيضاً في أبداية صديقين بعد إذنك هناك عشرة من الوقت هل أنت انت asteroت الحين أنت رأست controك؟ يقول رأس قرطيرون جيرك ـكارتيرون وكافتون محمود الجوهير دائما قال لي زمالك hover من جادا.. بس من جادا ما لحيش هاو فيه واحد مانسي هو هولمن طبعا حولمان ضرب أهلي لازم تطلع شوية من أنا؟ هاو اسأل سؤال الحاجة لسه حصلة مدرب درب في أوكرانيا. مدرب درب في أوكرانيا. ودرب في إيطاليا. جي سهلة. إنجليز لعب ريال مدريد. بكما؟ 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 ليس كثير أعتقد. ممكن أن أخذ مدافع وأخذ جائزة؟ وودجد. مصاب أصلاً. أخذ القاعد. أقول لك واحدة سهلة. أولنديين اللي عبوا برشلونة. كثير بقى. لا واحد واحد. اخترت مين؟ كرويف. بام برونكو هورست. كرويفرد. ماركو فرمارس. رايزيجر. ديونج. فرنك ديونج. فرنك ديبور. فرنك ديبور. كومان ودست. لوك ديونج. لا ما خلاص بك. أي ديونج. أي ديونج. أي ديونج. اه. 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 مين؟ ده أي حد هولندي كان بيعدي كان برشلونة ده. أي حد هولندي كان. سهل دوه شوال سهل. اه. ذن دن. اه. من فيز دبور. اه. طيب. واحدة لزيزة بقى قبل ما نختم. قول. لعيبة مصريين. أيوة. ألقابهم اسم أكلات. guys. اه. كابتن سامير كامون. آه. كابوريا تنفع? أحمد كابوريا. عبد الرحمة arsenal. حله. كابتن عبد المنعم شط. اه الشرط. حله أكبر. كابتن سامنة. محمود سامنة. محمود سامنة. ورحمة من سبب. تمشي أكل. اه. كابتن رحمة الكشري. فعلى عدد الساني. حلوة قابتن رحمة الكشري. مين تاني؟ بنا أكل إيه كانت؟ بنا أكل إيه كانت؟ هو مين قال سامين كامونة؟ أنا هو محمد كامونة اتعديت منه؟ موضوع اليوم دي وكمونة لو هنسأل أسئلة بعد إذنك ما يقول أشياء سامين مسترق فيش أكلة بالي جاء؟ لا ما فيش أكلة بالي باري أنا عطيلت خلاص الرأيك بعد كابتن أحمد كوشل يا فلت قفل معي قفل معي خلاص كان فيه العيب لقب وكوفت بس مش فاكل اسمه إيه؟ لا دا فيه كابتن أحمد عفتاح آآ لا لي ممكن خيال غندوربندق تمشي تمشي ماشي ماشي على فكرة فيه لعيب كان بيلعب السنة اللي فاتت في مصر المقص اسمه حيا كاجو فكرونا جبعة كيجو 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 كايجو دا باسكت بس أبت أكين فيه لعيب في مصر المقص كايجو دا كان جايبينهم السعيد من فرقة من برنسوي فى أعتقت صح؟ صح؟ لا صح مقصد انا كده كده اللي كسر محمد حمص يا سلام جاءت من بعيد يا رجل جاءت من بعيد عشان هيجبها بفون بس فمسينيش جاي بحمد حمص منسينيش طبع والله الجو كان لطيف ايه بس الاسب كده نكمل برا بقى يعني النهار نكمل جيمي شرفت ونوارت محمود كنتوا حيشني ومسوطين ده جاءتنا حبيبا كريم ونشوفنا جزيلا يعني ده كان ختام حلقتنا النهاردة مرقم عشر منحول نلعب مع حضراتكم نخلي الموضوع المسلي اكثر احنا الوقت في فترة فراغ في كرة القضم يعني مع الفيفا ديت وتوقف الدول المصري او يعني فترة الراحة ان شاء الله نرجع نتكلم اكتر في الكرة وحنفضل طول الوقت بنتسلة ونلعب مع حضراتكم احنا بننشط دماغنا باسماء ولعيبة وحاجات حصلت سواء اوروبا او محليا زمان واسماء كبيرة عدت علينا واكيد حراركم تفرجوا دماغكم بتشتغل معنا برضو تفكروا في اسماء رائعة جدا انا شوفكم يا رب على الف خير